احلام سعيدة لجماهير الزمالك ابنها متعوبة الى نهاية الكونفيدرالية للمرة التانية في التاريخ اشتركوا في القناة بروح لعبي وفارق الخبرة والامكانيات الزمالك يفوز على دريمز بسلسية نظيفة ويحقق الفوز الاول في تاريخه على الاراضي الغنية علشان يتأهل الى نهاية الكونفيدرالية عن جدارة واستحقاق حالما بحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والاولى من 2019 ويا رب يا رب سوبر افريكي مصري عن قريب يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم يوم عيد في القرى المصرية من يومين كان يوم عيد اخر في القرى المصرية الشكل الطبيعي المنطقي الاهلي في نهاية دورة عبطال افريقيا الزمالك في نهاية الكونفيدرالية بداية البطولتين دورة عبطال افريقيا والكونفيدرالية قلت ان الطبيعي والمنطقي الاهلي يبقى في النهائي في البطولة دي والزمالك في النهائي في البطولة دي مش علشان هم فرقتين من مصر وانا طبيعة الحال هتعطف معاهم او هسنددهم لا علشان الاهلي والزمالك في الوقت الحالي هم اهم فريقين في القرى الافريقية على مستوى اللاعبين على مستوى الاجهزة الفنية على مستوى الادارات على مستوى الجماهيرية على مستوى كل شيء الاستثناء ان الزمالك ما كانش هيبقى موجود في النهائي الاستثناء ان الاهلي ما كانش هيبقى موجود في النهائي دورة عبطال الأفراك نيجي على الزمالك النهاردة زمالك واجه سوء توفيق مش طبيعي في مباراة الزهاب امام دريمز في الكاهرة سوء توفيق مش طبيعي وتخلص المباراة بالتعادل في مشهد مش طبيعي احنا كلنا قلنا ايه بعد المباراة المنطق يقول انه الزمالك كان يخلص المباراة دي اربعة خمسة مرتاح وانا قلت هنا وكنت بقولها بجرأة وبوضوح الزمالك بيلاعب فرقة بين قصين كده فرقة فاضية فرقة ضعيفة جدا فرقة هاشة جدا علشان كده بعد مباراة الزهاب قلت انا اوصك ان الزمالك يقدر يرجع في مباراة العودة بشكل طبيعي عادي اللي كنت اقلقان منه بس الظروف الغير طبيعية اللي بتحصل في الملعب الافريقية اللي هو الملعب وحش درجات حرارة ورطوبة جمهور بيدايق كنت اقلقان من الحاجات دي وعلى فكرة الحاجات دي كانت موجودة النهار دي رطوبة عالية جماهير موجودة في المدرجات ملعب مش احسن حاجة فالظروف كانت صعبة بس الزمالك علشان دلوقتي شكله غير وهقولك شكله غير ليه قدر النهار ده يفوز بسلاسية نظيفة خارج ملعبه حتى لو الفرقة ضعيفة وسهلة وبسيطة بس دي مش حاجة سهلة انك تكسب تلاتة لشيء خارج ملعبك حمزة المسلوسة هدف اول اللي كان جايب جورة في العرض لو تفتكروا ماتش الزهاب سامسون اكينيولا نهارده اكتشاف جوزي جوميس في ديئة 27 جاب الهدف التاني ومصطفى شالب اختتم الاهداف في ديئة 59 طيب ليه الزمالك غير ليه الزمالك غير الزمالك غير بصراحة نجيبها من الراس بس من فوق زمالك غير عشان فيه ادارة محترمة مركزة بتحب النادي فعلا بتشتغل باخلاص للنادي موفرة الهدوء للنادي موفرة الهدوء للفريق بتدعم الفريق بتحل المشاكل المالية عند اللاعبين والاجهزة الفنية فالامور بقت مستقرة الى حد كبير من الادارة حلو حلو نيجي تحت شوي جهاز فني جوزي جوميز المدير الفني البرتغالي لو تفتكروا برضو ما كنا مع بعض انا بحبش ايه انا بحب نرجع لللي فات وقالنا مع بعض جوزي جوميز من مطش نهاء الكاس اللي خسره الزمالك قلتلك انه ده ملمح مدرب جيد الراجل ده مبشر جدا الراجل ده الشكل وهينجح مع الزمالك وقلت ملمح ليه انه ما تقدرش تحكم عليه بدري بدري تفوت الايام وجينا قبل مطش الاهلي والزمالك في الدوري وجيت قبلها بيوم وقلتلك حتى لو جوزي جوميز خسر المباراة فده مدرب جيد وكسب المباراة يتعادل في مصر في القاهرة في مباراة الزهاب في نصف النهاء الكونفيدرالية وكثير من الناس انتقضوه وتلقى تقولتلك المدرب جيد وهيقدر يعوض في مباراة العود نهارده عمل مباراة عظيمة على مستوى الشكل التكتيك للفريق على مستوى طريقة اللعب على مستوى التشكيل على مستوى التغيرات مباراة امتياز حلو حلو هاجل جوزي جوميز تاني بعد شوية بس لما اتكلم كمان على لعيبة نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك اللي موجودين حاليا ظلمه ظلمه بشكل مبالغ فيه كار كار اللعيبة دي اتبهدلت انا اسف في اللفظ اللي هقوله ده اتمرمطت هجوم ونجد على مدار الشهور اللي فات على سبيل المثال وليس الحصر حسام عبد المجيد ده مدفع سايق جدا وما ينفعش يلعب سامسون اكينيولا الصفقة المضروبة اللي جابها الزمالك ده مايلعبش في مركز شباب اقامش بقى عمر أمر جابر على مصطفى الزناري على دونجا كل اللعيبة دي التكل بما فيهم مصطفى شاب كل اللعيبة دي اتكلت هجوم وانتقادات والسبب واضح ادارة بكادش موفرة الهدوء ليهم وجهاز فني لو تفتكروا بتاع اسوريو في منتهى السوق بيزر اللعبين بشكل سايق جدا لانه شغلوا التكتيك والفني سايق جدا فاللعيبة دي تظلمت مش علشان قدرتها قليلة علشان فعلا اتبهدلت بعدم استقرار سواء اداري او فني لقوا الاستقرار الاداري لقوا مدرم محترم ظهروا بشكل كويس نهاردة الزمالك كان شكله كويس ليه علشان حاجتين اقول حاجة ان رعيبة الزمالك رجع التاني توصق في نفسها اللعبين دي كان بتخاف او الله كان بتخاف كان بتترعب كان بتترعش لما بتلعب مع اي فرقة سيئة انا ياسف يعني الزمالك يكسبها كده كان اي فرقة تعمل مباراة على الزمالك ليه كانت الثقة في نفسهم معدومة تقريبا تقريبا رجعت الثقة بس عادي انا الزمالك انا لعيبة نادي الزمالك هنزل قدام فريق دريمز في غانا على ملعبهم وسط جمهورهم في درجات حرارة سيئة في رتوبة عالية وهكسب المباراة راته لشيء طيب اللي عمل ده ايه زي ما قلت لك الادارة ومدير فني بجانب الامور الفنية اصلا المدير الفني في العالم كله مش امور فنية بس امور معنوية وشخصية وتأثير على اللاعبين وروح وحماس ده كان بيعملوا مانويل جوزيه ده كان بيعملوا جزوالدو فريرا في الزمالك ده بيعملوا بيب جورديولا في مانشستر سيتي ده اللي بيعملوا مورينيو مع الفرق اللي دربها المدرب له جزء كبير جدا في عملية خلق الروح والحماس في نفوس اللاعيبة بجانب الامور الفنية الطبيعية المنطقية بص الفيديو ده وهيفصل لك كلامي وهتعرف الرجل ده ازاي في وقته قليل جدا ايه ده يبقى مؤسر مع لعب نادي الزمالك شوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا كل السماء اللي تعالى هكذا يبقى مؤسروا ونساعدوا يبقى مؤسروا ونساعدوا 2000% بيبقى مؤسروا ونساعدوا نادي الزمالك حول تعالى نادي الزمالك عمرق 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 كانت تعقصة أحدا يغطي ضاره وإحضرته so this is I'm talking about your attitude, your energy how can we use this energy I want to see again, I will be clipped I want to see Shalard and Zizou I want to see Omar and Fatou involved in the attack there رجل ل Йانيهم جوج fairly!! لأود علي منديك مجJIN صم ego وواء مجاجد swift جزيرة على هذا الكلمت انه يسير منه موسيقى موسيقى يسيب الاح انا لو قاعد القاعدة دي قدام جوزي جوميز وانا مكدبش عليكو يعني ومشي خب عليكو يعني وبعرفش هلمس الكورة يعني معرفش هلعب كورة خالص هنزل اجيب هاتريك نار ادرينالين عمال يطلع حماز مش طبيعي علشان كده لو تاخد بالك الزمالك كان مخلص المباراة في اول 28 دقيقة هدفين خدوا الجرعة نزلوا كلوا النجيلة بقولك انا ماليش فيها لو نزلت الملعب بعد الخطاب العظيم ده الخطاب الحماسي ده هنزل اكل النجيلة ده مدرب جوزي جوميز مكسب عظيم جدا لنادي الزمالك جدا بالمناسبة وتاني وتالت احيان الناس تيجي تاخد منك كلمتين دول والتعيد نشرهم مثلا لو الزمالك تعصر وارد وارد الزمالك يخصر وارد الزمالك يتعادل وارد كل شيء عشان بالمناسبة الزمالك لسه ما اكتمالش يعني ما اكتمالش الزمالك في مرحلة استفاق بس لسه ما وصلش لأقصى حاجة لسه ما فيش فرقة كاملة لسه في بعض الأماكن والمراكز المراكز النقصة لسه فيه لعيبة لسه ما انضمتش تحديدا في خط الدفاق يعني فيه فيه لسه شوية قصور واضحة في تشكيلة نادي الزمالك ورغم كده الراجل قادر يوصل لمرحلة انه الزمالك في نهاي الكنفدرالية الزمالك يستعيد عافيته في الدولي ويعود مرة اخرى منافس على اللقب بعد ما كانت البداية في منتهى السوق والجميع بيقول انه الزمالك برا المنافسة الان نتحدث ان الزمالك قريب من المنافسة على لقب الدولي وكل ده في وقته لاي الجد جد طيب ده جوزي جميز الراجل اللي بقاله تلات اربع مواسم هو اهم ورقة في نادي الزمالك بصراحة شديدة الزمالك لو غاب عنه اي لاعب اي لاعب لا يتأثر الا واحد الا واحد بشكل واضح وصريح زيزو لما بيغيب عن الزمالك الزمالك يتأثر ليس تقليلا من البقية ولكن زيزو تأثيره الفني الهجومي الدفاعي المعنوي الشخصية خب بالك زيزو الوقت بيتعامل في الزمالك انه قائد قائد في الفريق هوليك شوية تصور ممكن ما تكونش خدت بالك منها النهاردة لزيزو في المباراة تفسر الكلام ده ورين يلا يلا هتكوننا الصور ممكن ابص ماشي يلا بنا ده زيزو جمع اللاعبين بعد بعد الهدف الاول هتصور بعدها بيتكلم معاهم لماتش مخلص احنا لسه مخلصناش ركزوا تمام اللقطة دي سبت شوية بقى هنا لحظة اللقطة دي مهمة جدا جدا ممكن برضو في وقت المباراة ما تاخدش بالك منها ده كان انفراد او كرة خطيرة على محمد عواد واخر واحد في الملعب مع محمد عواد بيدافع هو زيزو شايل المسئولية شايل المسئولية هات اللي بعدها وعارف ياخد الكرة وعارف يدي المهاجم بتاع فريق دريمز والهجمة راحت على دريمز وزيزو انقذ الزمالي زيزو بعد الكرة بيشاول لكل اللعيبة وبيزع على اللعيبة ما كانتش وقت البوزيشن بتاع والمكان البتاع في مركزها ده شغل قائد هو على فكرة لو قائد داخل الجول انا مقل انا ما جيش انا هنا في الحتة دي دي مش حتتي خالص نمشي الزوم بتاعي نمشي الزوم اللي حطولي المدرب اكيد المدرب ما طلبش من زيزو انه بقى موجود في المكان ده بالمناسبة يعني بس زيزو لأ ان فيه صغرة ما حصلت بلس برينت وصل لحد محمد عواد احد دي العقلية ودايما بقول كده مش في الزمالك بس المفوت تبقى كل اللعيبة عندهم العقلية دي في كل اللعيبة اللي في مصر ليه زيزو محافظ على هذا السبات في المستوى بقى له تلت مواسم ليه عقلية واحد بيتمرض كويس واحد حتى فاكرين لقى قصة التعاقد والاحتراف والكلام ده كله ما خدتش منه وفيدل يقدي بشكل كويس واحد ما عملش مشكلة مع لاعب واحد عنده قصور مثلا لو تفتكروا اول مجلس زمالك كان عنده قصور انه هو ما بيعرفش يسجل اهداف يعرف يصنع بس ما عرفش يسجل بقى اهداف الزمالك واحد بيشتغل بس على الخط كجناح خط ما بيشتغلش في العمق ما بيشتغلش انسايت بقى يعرف يخش منطقة الجزاء كتير ده شخص بيطور من نفسه طول الوقت طول الوقت اضيف عليهم انه بقى شايل مسؤولية فرقة الزمالك ودي حياة كبيرة جدا ومش هاي حد يقدر يعملها وممكن عدهم لك على صحابة الايد الواحدة تاريخهم في نادي الزمالك اللي قدروا يشينوا مسؤولية الفرقة هو ليه جمال الزمالك بالمناسبة بتاعش اه شكبالة هل بس عشان بطولات تحققها مع الفريق هل هو عشان لعب حرفه مهاري بس لأ عشان دي بس دايماً لغز بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر يعني تلاقي الناس بس يقول لك يا عمها شكبالة عملك كم بطولة مع الزمالك يا عمها شكبالة التاريخه ده فيه كم جول يا عمش لأ يا مهاري الزمالك طعشق شكبالة علشان طول الوقت كانت شايفها مسؤول شايل الفرقة شايل مسؤولية الفرقة فدي مش حاجة سهلة بالمناسبة تفكرنا حاجة بسيطة يعني إنك تشيل مسؤولية فريق الزمالك تحديداً عن أي فريق آخر بالمناسبة دي حاجة صعبة ليه؟ إنه الزمالك عادةً عادةً قدروا كده قدروا كده للأسف يعني عايش طوال سنوات طويلة في مشاكل وأزمات وحاجات إدارية وحاجات فنية طول وقت فالعيب اللي بيشيل بقى مسؤولية القائد في الزمالك ده شايل كل بعد مباراة الزهاب وشكبالة كان موجود في الفرقة ناس كتيري حملت شكبالة إنه الفريق مكسبش وإنه شكبالة كده بيخلص وإنه شكبالة كده مش مفهود يبقى أساسي وإنه شكبالة بيبوز الرتم بتاع الفريق بص هتفق معاك في حاجات وهختلف في حاجة كتيري أول شكبالة في ظروف صعبة جداً مر عليها الزمالك في الشهور فاتت وكانش في تعدائمات وكانش في العيبة وكانش في أي حاجة كان بيشيل مسؤولية وكان مؤثر جداً وكان بيسجل وكان بيصنع وكان بيدي مجهود كبير جداً رغب العمر ده تمام إنت دلوقتي كمشجع للزمالك شايف عناصر كتير مميزة تقدر تشيل في الفرقة فحسيت إنه ياعمل لأ شكبالة خلاص بقى يا السلام لا بيشيل هوم هو بيشيل مع هو دلوقتي ما بقى ششيل لوحده بقى فيه ناس بتشيل معاه فأنت قلت طب خلاص بقى شكبالة ليه؟ طيب فنياً لو أنا مثلاً المدارب بتاع نادي الزمالك هتعامل مع شكبالة زي ما تم التعامل مع فرانشيسكو تطي في آخر موسمين معاه في إيس روما تطي في آخر موسمين في روما ما كانش أساسي انت موجود انت مهم انت مهم انت مش قاعد تكريم انت هتنزل في أوقات أنا عارف إنك هتخلص للمطش انت موجود ومهم عشان انت اللي بتعرف تشيل مسؤولية الفريق وانت اللي تربط الفريق ده بشكل كويس أتمنى ان الشكبالة يبقى عنده العقلية دي وانه الجهاز الفني يساعده في ده ليه؟ الشكبالة لو بدأ مباريات كتير فيه مباريات هيلعبها كويس بالمناسبة الشكبالة إمكانياته كبيرة قوي قوي يشيل يعني ولسه بدنين كويس بالمناسبة بس لما يبدأ مباراة فيها قوة بدنية وتفاصيل كبيرة لو يرجع لآخر النقطة عن ده يعني مش هادر يعني أحب عايز عشان بحب الزمالك بس أنا مش هادر أعمل ده ممكن أعمل حاجات تانية فالمباريات اللي زي دي ما تبدأش بشكبالة فيه مباريات بيقابلها بيلع فيها الزمالك بتبقى مباريات سهل حتى بدنيا ابدأ بشكبالة بس بشكبالة فاهم انه أنا دول الوقت دوري مختلف عن سنوات فاتت دوري موجود على الدكة هشارك في وقات معينة كسب الفرقة هبقى قائد للفريق ألم الفرقة لو فيه أي مشاكل أو الناس مش مركزة ده دور مهم جدا بالمناسبة يعني بالمناسبة محمد النيني قاعد في أرسن بقاله مسيمين ثلاثة ما بيشاركش يعني المدرم ما بيعتمدش عليه فنيا بصراحة ممكن إصابات تخيط منه كتير بس حتى لما بيرجع قرتدت بس ما بيعتمدش عليه فنيا بس النيني بالنسباله واحد من أهم اللاعبين في الفرقة قلت اللبس تجمعات اللعيبة إنه يحمس اللعيبة ده دور مش مش هين وإيه بقى ده واخد مكان في قائمة أرسن دي حاجة مش سهلة يعني أكيد هتقول لي مثلا إيه هو المدرب سايبه عشان دي بس آه ممكن عشان دي بس طب وإيه دي حاجة تخلي واحد ياخد مكان في قائمة أرسن آه مهمة إحنا بس الحاجات دي بنقول إيه يا عم أنا شكبالة أنا مينفعش عرض عليك أنا وليد سليمان مينفعش عرض عليك أنا عبدالله السعي مينفعش عرض عليك أنا أبو تيك مينفعش عرض عليك أنا بركات مينفعش عرض عليك أنا و pigeon لأ إحنا العقلية دي لازم تتغير على ال君 اللي أ 열심히 لأ هاتم بقولك إنه هم كان عندهم مشكلة بس أنا أreckسل إنه لازم نتعود على ده مش لو أعدت على عليك قتقول خلاص سلام عليك أنا معتزل لأ قعد مع الفرقة شوية سعيدها وتساعدك ببساطة أنا ما كانتش في دمائي والله أتكلم على جزيز كبالة دي بس لقيتها فرصة وأنا بتكلم على زيزو اسم آخر عايز أشيد به النهاردة جدا هو سامسون أكنيولا اللاعب البنيني اللي هو جمى وتم السخرية منه وأنه لاعب لا يصلح وأنه لاعب ما ينفعش يلعب في فريق كبير زي الزمالك اتبهدل اتبهدل ده ليه عشان مدربين جوا مع نادي الزمالك ما كانوش عارفين يتعاملوا أو يشوفوا إمكانياته على فكرة سامسون أكنيولا جوزي جوميز في منتهى 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 الزكاء الراجل ده واضح أن المركز المثالي ليه هو المهاجم التانش مش مهاجم لوحده يعني لازم يلعب مع مهاجم آخر يلعب مع سبيل جزير يلعب مع ناصر منسي بس ما يلعبش لوحده لما يلعب مع مهاجم آخر ياخر بربيض بيطلع نوع النهاردة الاستلامة بتاعت الكورة اللفة القرار بطن الرجل في الزاوية فأقصى الزاوية أرضية قوية سريعة لأ ما هذا مهاجم تييل ده مش ما ينفعش يبقى مهاجم بالصدفة يعني ده غير لمسات واستلام واستحواز على الكورة عنده تفاصيل حلوة مش بقولك أنه هو مهاجم عظيم بالمناسبة بس مهاجم ما كانش ينفع يقعد على الدكة الفترة اللي فايت دي كلها ويتريم الرمية دي الفترة اللي فايت دي كلها يعني نهاردة سامسون لعب سبعة وخمسين دي كان أفضل أرقام في كل التشكيل الهجومية نادي الزاوية النهاردة مسجل هدف عمل تأميرات مفتاحية اتنين تأميراته الصحيحة كانت بنسبة 21% مراوغاته الصحيحة اتنين تدخلاته النجحة الستة قطع الكورة مرة أرقام كل دي أرقام في مهاجمين فبيعملوش نص الأرقام دي بمزبوك انت بقى أفضل بس ده مهاجم عمل أرقام كويسة ليه ده مش موجود في تشكيلة الزمالك أو مكانش موجود في تشكيلة الزمالك جوزي جوميز النهاردة بعد المباراة قال اشتغلنا كويس جينا لغانا عشان نكسب قلت قبل المباراة ان كل شيء لما يكون تحت سيطرتنا بنقدر نقدم أفضل مستوى ممكن لنا وقال أنا ببهدي الفوز ده لمحمد متحة المعد البدني رحمة الله عليه وقال النهاردة في المباراة الجنحان والزاهران تمركزوا بشكل جيد وساعدوا الفريق في الحالة الدفاعية وكنا أقوياء جدا دفاعيا ورأيت الكثير من الأشياء المختلفة في مباراة الزهاب وخلقنا المساحات ونستحق الفوز وقال ان دريمز لعبة مباراة جيدة وهاجم بشكل جيد ومحمد عوات تصدى لعدة فرص بالإضافة إلى الدفاع اللي منع أكتر من فرصة وقال إن الزمالك ما استغلش الفرص اللي سنحت ليه في مباراة الزهاب وقال إن احنا نجحنا في التعامل مع لقاء العودة بشكل جيد وكنا الأفضل ونستحق الفوز في اللقاء والتآهل للنهاء قال كمان إن الزمالك يتطلع طبعا بطبيعة الحال إنه يفوز باللقب وحننبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالبطولة دي تصريحات جوزيه جميز بعد المباراة وزي ما قلت لك هو مدرب مبشر جدا يعني جدا بصراحة فجأة الزمالك بقى في نهاية الكونفدرالية فجأة الزمالك رجع تاني نفس على الدوري فوق الفرقة لعيبة كانت يتم انتقادة والهجوم عليها زي حسام عبد المجيد رجع تاني يشتغل كويس هتلاقي سامسون خلاص احنا كنا نسينا سامسون أصلا يعني وكنا نستغيرين حتى نهم يكمل معنادي الزمالك رجع تاني وبقى مؤثر في الفريق أومر جابر كان بينتقد ويهاجم بشكل كبير جدا خد بالك ده في البطولة الأفريقية كمان ومعوش عناصر مهمة جدا جدا يعني على سبيل المثال وليس الحصر عبدالله السعيد ناصر ماهر سيف جعفر اللعيبة دي مهمة يعني الأكيد لو كانوا موجودين النهاردة كان الفرقة تبقى أفضل وافضل كمان ورغم كده قادر يشتغل بتشكيله في الدولة وقادر يشتغل بتشكيله في البطولة الأفريقية بنجاح مش بقولك أنه هو أعظم مدرب ولكن يبدو يبدو أن الزمالك هيعيش معاه النجاحات معاي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر كابتن فاروق مشرف ومنور دايما سعيد بتقوم الحراك معاي ازاي؟ أخبارك ألف مليون مبروك النهاردة نادي الزمالك مبروك للزمالكوية مبروك لمصر وكل الناس النهاردة فرحانة وكانت مباراة كويسة وزمالك أدى شغل كويس الحمد لله كنت بتكلم دلوقتي على جوزيجو ميز يا كابتن فاروق بقول إن المدرب بواضح بصمتهم يعني كل يوم بنشوف بصمة جديدة لجوزيجو ميز مع الفرقة حراك بتستشعر ده برضو؟ يعني أنا في المباراة الدوري العام هو المشوف بلعب فرقة فجاتت تغيرت الفرقة باستبعاد المباراة الأولى استبعاد ثلاثة كانوا أستطين بيزو وفتوح وشلبي ثلاثة أسطروا على الفرقة المباراة الأولى المباراة دي النهاردة الزمالك أدى بشكل كويس جدا الشوط التاني الشوط الأول كسب المباراة خلص المباراة الشوط الأول الشوط التاني لعب كورة زماعية بشكل كويس في تنظيم في الأداء للأطراف زي ما أنت كنت تتكلمين كنا نهاردة كنت بحلل المباراة فكنت بتكلم على فتوح فتوح حاجة تانية بقى فتوح ده كل شيء بتطور بأداء يعني يلعب في أي مكان صانع ألعبه وبالعب غير أيصار النحة التانية عمر جابر كان كويس جدا نهاردة زيزو كمان كان كويس جدا يعني بعده أو على فكرة أول لمسة لمسة زيزو النهاردة أنا أقول في التحليل أول لمسة لمسة زيزو وذكرنا اللي جي منها الهدف كمان شالبي النهاردة كويس بس شالبي شوية كده يعني يخرج عن النص شوية لكن عموما الأداء بتاع الزمالك بتاع الشوط التاني مباشر إنه بلعب القرى الجامعية التسليم وتسلم بشكل كويس ثقافة الأداء الجماعي موجودة عند الفرقة الانتشار كان جيد طيب كمتل فاروق بالمناسبة بالمناسبة عشاء أبما إنك ذكرت هذه الوقع يعني وقعت مصطفى شالبي النهاردة كنت رسا أتكلم فيها بعد شوية وأقول إنه الله أعلم بالنواة أنا معاش هو كان أقصد إيه ولا كان أقصد حاجة ولا مش أقصد حاجة ولا بس أنا أتكلم عايز حراك بقى وأنت نجم كبير وأسطورة من أستطيع قرات القدم المصرية احتفالات اللعيبة دلوقتي بقت احتفالات غريبة شوية النهاردة من كم يوم كان محمد عمليان بس محمد عمليان امتلع وقال إنه كان عنده أصابة في البط بس حاجات كلها تسير الشك يعني أصلا الخطأ ما بقاش لي مبارك يعني الخطأ خطأ تتحسب عليه لازم يتحسب عليه يعني هو خلط ولازم يتحسب عليه وده حيبقى ده ده قرار الجهاز الفني والمدير الكورة حيبقى قرار يعني لكن النهاردة يعني الأداء الأداء بشكل كويس هو نهاردة من صفا كان كويس ما كانش كان كويس أحسن المصرات اللي فاتت صح عموماً الزمالك النهاردة يعني هو والأهلي فرحوا الجماهير المصرية في أسبوع يعني جايبين ستة هداف في أسبوع وما دخلش بي موالة هدف دي تتحسب للاتنين المدربين سواء لكولار أو سواء لقوميل صحيح النهاردة الفرقين قدوا الفرق نهاردة قدت بشكل كويس انتشار جيد جداً الشوت الثاني الشوت الأول كان ممكن في الظروف الرطوبة ممكن هزا ملك ده نزق في حتة العشوائية في الأداء ولكن اللعبة كان فيه سيطرة عليهم في الملعب والمجموعة اللي لعبت سامسونج يمكن اللعب في حتة ما كان مش بتاعه لكن اللعب فيه كويس جداً سيف الجزيري النهاردة ممكن مش في حالته لكن كان الانتشار والأولاء والحركي قدم ساحات للعيبة نصف الملعب يعني الفرقة كلها كانت كويسة أو أنا أنا بخص يعني بصفة للعيب كرة أو مدرب الطرفيين النهاردة هؤمن اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير في نفس الناس جيزو مصطفى شربي والظاهرين والظاهرين كمان شاتوح وعمر واه يعني قدوا بشكل كويس جداً عموماً والنهاردة اه تكلم بقى على يعني أنا قلت نظر النجم المبرارة الأول هو عواد عواد اه عواد النهاردة أربع خمس انفراضات بيشيلهم اه ثقة يعني انت الوقت يعاد تقول انا عايز اجيب حالة مارو ما عايز اجيب ممكن تجيب حالة مارو ما يلعب على عواد بالحالة اللي وها فيها عواد دي مستحيل زي ما انت بتكلم سيف الجزيرة حنجيب واحد تاني هو بعد مباراة الأهلي سيف الجزيرة جاب هدفين حد يقدر يقول حاجيب العيب يلعب على سيف الجزيرة بعد ما جاب هدفين في النادي الأهلي يعني لازم الحاجات دي فيها تراجل شوية كلام مش بعد كل مباران وقعد نتكلم فالزا مالك قده بشكل كويس خليني 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 أسألها كابتن فاروك كمان شكبالة تعرض لبعض الانتقادات بعد مباراة الزهاب وفي بعض الناس قالك خلاص شكبالة ممكن يأخذ قرار بالاعتزال شكبالة دا كتير لدى الزمالك ممكن في لعبة دلوقتي شال المسؤولية أفضل كنت لسا بتكلم عن نقطة شكبالة دي وإزاي تم التعامل معها في الزمالك دلوقتي كابتن فاروك اللي زي الشكبالة اللعبة كبيرة دي ما تتحطش تحت حتة انت تتقيمها كما الشكبالة ما بيكون فايق بيكسبك مباراة كتيرة السنة دي والفرع في أسوأ حالتها وكان بيكسبك فما بتتكلم على لعيب كبير لازم بدي له وضعه وحتى لو مش هيلعب أتكلم معا انت مش هتلعب لو انت مش هتلعب هو أقول انت مصاب أو عيان أو بتاع لازم يبقى فيه شيء الاحترام اللعب دا يعني لعيب كبير واسم كبير في تاريخ نادي الزمالك يعني فلازم الواحد يتعمل معا بشيء ما لاحترام شكبالة عنده استعداد وفت ان هو يلعب سوأ مش هيبدأ حتى لو قعد على الدكة فهو شكبالة لكن ما نقدرش نقول ان مثلا انا بقول الفرقة وشكبالة برا الفرقة لازم يكون في عزر صحيح يعني شكبالة اللعيبة كلها بتتعلم من شكبالة وبتبص على شكبالة وجمهاريته وشعبيته والناس وقديه هو في الاعلام بشكل كويس فاحنا لازم نعمل خمسين واحد شكبالة لكن ما نجيش على كبير وانو حنعود نقول يلعب ما يبدأش يبدأ لا هو لو مش حيلع بحيروض على الدكة لان هو انت ممكن تحتاجه يعني ممكن تحتاجه في اي وقت بينزل ويكسبك ويقول لك بعد البيئة خمسين ستين انزل ويكسبك فانحافظ دايما عن نجم النجم ده بيبقى يعني حاجة حاجة مهمة جدا في الفرقة انهما بيدي اللعيبة دافع معناه ونفسي ويشجحهم انهما يكسبه لازم يعني كلنا بنقدر وما ننساش كبالة يعني لازم بيوردك ده لعب كبير لازم يبقى له واضعه وممكن مصافة ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع الملعب بسرعة ان شاء الله كابتن الكبير كابتن فاروق عفر انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والف مليون مبروك مرة اخرى بالمناسبة مصطفى شلبي الجزية اللي اتكلم فيها كابتن فاروق عفر احكي لك حكاية كده لزيزة مختصرة جدا يعني بعد الحركة اللي عملها محمد عبد المنعم في المباراة المضاية قدام مازينبي فتلاقي جمالي الزمالك تقعد تضغط تقول انت ازاي ما هاجمتوش محمد عبد المنعم انتو ازاي ما عملتوش في محمد عبد المنعم يجي مصطفى شلبي يعمل حركة زي دي فتلاقي جمالي نادي الاهلي ايه الحق دول مش عايزيني هاجمه مصطفى شلبي دول مش عايزيني مش عارف ايه طيب موضوع بسيط يا جمعة في منتهى البساط محمد عبد المنعم هو قالك انه انا كان عندي مشكلة في البطن وبابص على بطن عشان كان فيه خدش مثلا باقي طبيب نادي الاهلي اتطلع اكد الكلام ده وتقال انه اتعمل اشياء تسونار والكلام ده كله مصطفى شلبي النهاردة في حركة عمله احنا كاعلاميين حضرتك كمشجع انا ازاي هقدر اخش في النواة يعني الوقت لو قلت لك مثلا انه عمر حركة سيئة النهاردة فهو هيطلع يقولك لا انا كنت مخبط في صدري بحماس مثلا مثلا انا انا ازاي هقدر اعمل كده طبعا جاهز فني بقى ادارة ممكن يسألوه ويتأكدوا إذا كان الموقف ده غلط ولا انا زي ما قلت على محمد عبد المنام هو محمد عبد المنام اللي هيخليه اعمل حركة زي كده وفرقيته كسبانة والمين وجمهور ما زمي مش موجود هيعملها المين فانا حاولت احللها انه ما فيه سبب يخليه اعمل حركة دي النهاردة نفس الامر مصطفى شلبي اللي هيخلينا توقع انه عمل حركة زي كده هيعملها المين وعلى فكرة ممكن يكون مصطفى شلبي قاصر ممكن يكون محمد قاصر بس انا انا هخش في النواة ازاي أدام هم بيقولوا إن احنا مكناش قصدين نعمل حقا غلط خاصة إن الحركة تقبل كده وتقبل كده يعني تقبل حسن النواية وتقبل أيضا سوء النواية عموما نرجع لفرحة الزمالك النهاردة أنا بس كلمت على الجزئة دي بما إن الكابتن فاروق جعفر فتحها دلوقتي معايا معايا الآن عبر الهاتف اللي كنت بشيت بيهم منذ لحظات أو بداية كلام النهاردة هو الرأس إدارة نادي الزمالك اللي وفرت كل هذا الاستقرار والهدوء للفريق معايا دكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس باعثة الفريق في غانا يا دكتور حسام ألف مليون مبروك وبيتقولها لك كتير الأيام الأخيرة الله يبرك فيك يا سريم والحمد لله يا ربك الله دايما الحالة حلوة الفرقة حلوة كنت ناسة بتكلم من شوية إنه ده هو نفس الزمالك اللي من كام شهر كنا بنقول اللعيبة دي سيئة اللعيبة دي لا تصلح إنه اللعيبة دي مستحيل تاخذ بطولة أو توصل لمرحلة كويسة لما توفى الله الهدوء وتوفى الله الامكانيات قدرت تشتغل بشكل رائع جدا الحمد لله طبيعة أي عمل كده لو استقر وركزت فيه وقفلت على المجموعة اللي بتشتغل يعني لعدت زمالك رجاله ودائما لما بنقعد في الزناءات دي ونحس إن المواضيع بتضيع مننا لأ لعدت زمالك حقيقي بيرجعوا ثاني وبيكونوا عادي التحدي وده السابق في الماتش ده يعني ممكن الماتش الأولاني في القاهرة كان لنا فرص كتيرة وكان ممكن نخلص من هناك على طول ولكن ربنا أراد برضي يكون الموضوع مش سهل كده عشان مرضي فرحة تكون كبيرة والحافظ كمان يكون كبير وده فعلا من اللي شكناه النهاردة أداء محترم جدا كل واحد تغلب على نفسه فناتك تبقى النتيجة اللي كان ممكن على فرقة زدية كمان عن كده يعني كان ممكن كمان نطلع الكاسبين أكثر من ثلاثة فرقة الفرقة شفنا دلوقتي الموديل الفني جوزيجو ميز كان كابتر عبر راحة السيد نشر فيديو وهو يحمس اللاعبين ويتكلم معهم حضرك بصفتك رئيس البعثة قلت إلي الفريق قبل المباراة والله احنا اجتمعنا معهم مبارح في وجود الكاتل حسين لبيب والكاتل أحمد سليمان والدكتور عبدالله جورج سعب لكن هم كانوا عضاء البعثة واتكلمنا مع العقيبة في أهمية المباراة دي فقد إيه الكل منتظر منهم يحققوا النتيجة الإيجابية عشان نتغلب على المباراة دي نتغلب على درينز الغاني في المباراة دي وبعد كده نقابل ما هيوصل للنهاي اللي النهاردة شوفنا المباراة دي كانت لدينا اللي وصلت عشان في الأقل نحصل البطولة اللي هي غالية علينا كلنا اللي هي مهمة علينا كلنا اللي هي واللازم في الآخر إن شاء الله فاهم نصل بمشيط ربنا لازم نكسبها وإنه ما فيش حاجة نقصانة عشان نكسب البطولة دي وإنه في تحديات كثيرة جداً كلنا كلنا بنمر بيها وكلنا الصف واحد فالطبيعي إن احنا نكتهد مع بعض كلنا عشان نتغلب عن المشاكل اللي احنا موجودين فيها هو حقيقة الآن برضي المهم إن احنا بنشوف إن المدير الفني يعني برغم إن هو ما بقلوش كتير في مصر ولكن هو وما بقلوش كتير معناه الزمالك هو لا هو شايف المشاكل اللي نمر بيها النادي هو عايش القصة معنا هو عايش يتغلب معنا على المشاكل دي كلها اللي عيده كان نفس الشكاية بالزبط كلنا نتكلم مع حد يونس ما عندناش اختيار تاني غير ان احنا نكسب حقيقة لما بنتكلم معهم لقى معنا وياتهم عالية التحدي عندهم عالي جداً 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 فالحمد لله كلهم النهاردة كانوا رجالة اللي جوه الملعب واللي برا الملعب وحقيقة أنا أخص بالبرا الملعب الكابتن شكابالا الكابتن فريق اللي كان دعم جداً لفرقته ويمكن برضي مبارح تتكلم معهم ومبارح قدقي يعني حفيتهم قدقي الماضي دوت مهم جداً بالنسبة لنا كلنا والنهاردة شفنا برضو زي هو بيشجعهم هو في الملعب وده دور كابتن فريق مش بس جوه الملعب مش التفعين دي بس اللي موجودة دي ده برا التفعين دي دور كبير جداً 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 بيقوم بيحيي بامتهاز شكابالا والله يا دكتور حسام أنا بشكرك شكراً جزيلاً انك جبت سيري تشكابالاك وتستبتكلم عنه من شوية وقلت نفس الكاميرا حالك بتقوله ده لانه شكابالا لطي دوره أكبر بكتير من هو يبقى دور فني وبس طبعاً شكابالا مهرياً وفنياً مفيش زيه بس كمان دور شكابالا كقائد بقى دور أهم عشان بعض الناس بعض الناس وقلها من جميعين نادي الزمالك لامت على شكابالا أو انتقتت شكابالا بعد المباراة الزهب يعني حقيقة أنا بشوف لي منتقت شكابالا ان هو مش قادر يزدق مع نفسه لان في الآخر ما بش حط طبعاً كدير على الناخ طبعاً ولكن واحد بيقدي بكل مؤكة من قوة واحد بيرد القصارة ضهوده عشان النادي اللي هو اتربى فيه وتولد فيه يعني بشوفت شوية أراء خارجة عن السياق تماماً يعني ما لهاش معنى حقيق خالص وانا شاف ان الشكابالا حتى ما بتأثرش بيها ولا بيجرد دناغه بيها خالص زي ما بنشوف كتير جداً الشكابالا في اي ماتش ممكن كورة يخلص بها الماتش كله باسة الجوم بتاعه والأرسو ده اللي عصول بيجيبه بالتمرار يعني بيخلص بيه مباريات احنا حتى يمكن في الباس في الباس اللي احنا فيها شوفت في التمرين كان مستوى علي جداً حيث في التمرين ومن حماسه الزائد يعني جات الخبطة اللي خبطها دي فعملت له مشكلة في الأمامية فعامتاً هو قدر الله مشكلة فعلاً انه ما شاركش في الماتش ولكن دوره برضو كان مهم جداً 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 في الفول ده زي كان هو بره الملعب وكباساً بقى الفرق اللي جوه الملعب يعني كلهم لا عزي أذكر حد عشان ما ننساش حد طيب دكتور حسام بكونك رئيس للبعثة اكيد سألت على الاحتفال بتاع مصطفى الشربي سألت اللاعب سألت الجهاز الفني وضح الصورة من فضلك لو تسمع والله بص بص يا كتاب أنا طبعاً الناس نسأل والحيان نمحى خالص نحن من سألت ما خلصنا لغاية بالوقتي يعني الحمد لله الفرحة برضو أهم حاجة كبير جداً أهم حاجة ونحن يكلمون عنه هنا ومن هنا ومن هنا فلسنا ما شفناش يعني ولكن أنا شايف أن الشربي من اللاعب الكبار وهو يمكن لحظة انفعال شوية بسبب ضغوط كاللس موجودة عليه الفترة الصادقة هنشوف طبعاً الموضوع بالضبط ولو في حاجة خارج الإطار أو خارج السياق طبعاً هيكون لنا موقش فيها ولكن يعني قبل ما نمش عرضين نستطرق الأحداث ونختلق بقى برضو كلامه وحصله وشعارف ايه لا نحن عرضين باتي نتكلم في حاجة واحدة فقط إن اللاعيبة دول كانوا رجالة على خارج الموجودية صح فبشكرهم على اللي عملوه وبشكرهم على رجالتهم دي اللي أنا منتظر زيها وأكثر كمان وشانا بس ده كل الزمالكوار في العالم كله منتظرينها إن شاء الله يوم تقل 12 12 12 إزهاية إن شاء الله 12 والتعشر بالضبط نايا إن شاء الله من حظ العبت من حظ من حظ العبت الزمالك في المباراة دا إن رئيس البعثة هو أميني السندوق المكافآت أخبارها يا دكتور حسين يعني إحنا إحنا جينا للسورس نفس طبعا الأهم حاجة المكافآت طبعا هم هي يستحق يعني العبا يستحق إن هم أجادوا جدا وكانوا جدين كمان جدا 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 هو طبعا في وجود رئيس النبي بهوبا اللي كان نبيب مسؤولية كانت نحط نبيب معانا طبعا في البعثة أكيد واتفعنا النهاردة وهو أعلم اللعيبة بالكلام دا إن شاء الله تكون فيه مكافآة اللي هي الليحة ثم مكافآة خاصة خمسين في المائة من قيمة الليحة يعني بدون خصم الدرائد من الدرائد إحنا اللي هنشرها بمعانا طاحية لكن هم كده هيأخذوا مرة ونصف اللي في البعيحة يا سيدي مبسوطين مبسوطين بس هم يستحقوا عشرون ورد النهاردة بسطوا جمالي الزمالك أيوة طبعا رول يستحقوا كل شيء مبسوطين لإن حين أنا بشوف إن إحنا بنفضح حاجة في حلها بنصرف روش محلها في مكانها لناس استحقت بالشاعل لناس تعبت لناس فرحت الجمهور كله لناس إحنا عايزينهم معانا في المرحلة الصعبة اللي بيمر بينات الزمالك حاليا هم يستحقوا عن كده وأكثر كمانيا دكتور حسام المندوق أمين صندوق نادي الزمالك رئيس بعثة الفريق في غانا أنا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مرة أخرى فوز الزمالك اليوم وصعوده إلى نهاية الكنفدرالية الأفريقية بالمناسبة الطرف الثاني من مباراة النهاية الكنفدرالية هو فريق نهضة بركان تعرفين الحكاية اللي حصل في مباراة الزهاب في الجزائر واحتساب المباراة لصالح نهضة بركان بسلسية نظيفة المشكلة اللي حصل بتاع التشرتات النهاردة فريق الجزائري سافر إلى المغرب وملعبش المباراة احتجاجا على اللي حصل وبالتالي فاز نهضة بركان وصعده للمباراة النهاية دون أن يلعب مبارتي الزهاب والقياب في نصف النهائي مواجهة مش سهلة على نهاية الزمالك بس هي مش سهلة أكتر على فريق نهضة بركان ده الأهم احنا محتاجين نقوله فكل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله وخلال الأيام اللي جاء هنتكلم كتير على نهاية الزمالك وإزاي الزمالك يتعامل معاه نهاردة بالنسبة ليه النادي الأهلي فيه حكاية مهمة عمر السلية في مباراة مازنبي طلع وكان متنرفز حسين الشحات قلعت شرط وكان متنرفز وبصراحة الاتنين اللعيبة دول محترمين جدا عمر السلية وحسين الشحات ما بفهمش اللعيب الكبير كبير اسماً وتاريخاً لما بيخرج عن شعوره لو الفرقة كسبانة بالمناسبة لو الفرقة كسبانة عشان إنت هتي تقول لي إيه ما وصلاح من كم يوم كان خرج عن شعوره وإنت قلت يعني بوالد إنه يحصل لا مش والد غلط صلاح غلط بس أتفاهم صلاح إنه الفرقة مضغوطة خسرنا دولة إنجليزية وخسرنا دولة أوروبية يعني فيه فيه زروف تخليك تخرج عن شعورك إنت بقى عمر السلية أو حسين الشحات الفرقة كسبانة وحسين فاينال وهيبقى ليك ودور وطبيعة حسين الشحات تشوف في المبرانة النهائية وطبيعة تشوف عمر السلية في المبرانة النهائية ليه العصبية أنا كل بني آدم ممكن يتعصف فيها العصب بس التعامل مع الموقف يبقى على قد الموقف وده اللي عمله النادي الأهلي فحسب مصدر لنا في النادي الأهلي فتم تغريم عمر السلية وحسين الشحات تبقى لللاقيحة خمسين ألفين لكل واحد فيهم وتم إبلاغ الاتنين اللاعبة على جروب اللاعبين عشان كمان بقى اللاعبة تعرف إنه الاتنين تعجبوا والمشكلة انتهت عن دهازة الحد ولما تم إبلاغ مارس الكولر فمارس الكولر قال آه أنا موافق على العقوبات استغرب حتى مارس الكولر لما تتكلموا معايا قالوا أم أنا ما شفتش اللقطة دي طبعا أثناء المباراة بس معرفش ليه هم عملوا كده عامل السلية بالشارك وحسين الشحات لسه راجع من إصابة فيه الوجهة فبرضه مش مفهومة بس تم أقاب الاتنين اللاعبين على قد الواقع يعني برضه عشان الموضوع ما يكبرش قوي على قد الواقع عصبية بتحصل ما نحبقاش من لعيبة كبيرة تحديدا يعني ممكن نعديها للعيبة صغيرة بس منقول عليها غلط برضه بس ستعدي عشان لسه صغير معندوش خبر ليه بقى كبيرة بس هيلي بتبقى غريبة شويتين عموما خلصت الحكاية دي وضروري جدا لأهلي يركز فيه ما هو قادم يعني كولر المدير الفني للنادي لأهلي استقر خلاص على إعادة إمام عشور في التشكيلة الأساسية للفريق قدام لإسماعيلي يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله في الدوري كولر طمن خلاص على إمام عشور بعد مشارك فيه جزء من مباراة مازمبي واللاعب أصبح جاهز بشكل طبيعي جدا إنه يبدأ المباراة إمام عشور في رأيي أكتر عنصر في كل المصابين في النادي الأهلي اتأثر بيهم الأهلي الفترة اللي فاتت منظومة كلها اللعب كله كان فيه مشكلة هتقول لي ما تكبرش الموضوع هقول لك لا أسمعه إمام لاعب وسط ملعب في مصر كلها في حتة الوحدة يعني في حتة الوحدة إمكانياته هتلاقي أجزاء منها عند كل واحد في لعب الوسط في مصر لكن هو عنده كل ده اللي هو هيعرف دفع كويس هيعرف يعجم كويس هيعرف طلع بس سليم قصير هيعمل بس طويل كويس هيشوت من برة كويس هيخش منطقة الجزاء كويس هتلاقي عنده متكامل في وسط الملعب لا يعني متكامل في وسط الملعب طيب بحسب أيضا مصدر لنا في النادي الآلي فكلر بيادرس الدفع به كهرباء أساسي فيه خط هجوم الفريق قدام الإسماعيلي مع إمام عشور كهرباء كمان هيبقى موجود أساسي فيه مباراة الإسماعيلي ده خبر آخر من النادي الآلي ومرة رعطية بقى جاهز للمشاركة فيه المباراة وتحت تصرف الجهاز الفني هيشارك فيه مباراة الإسماعيلي أو لا ده بحسب التعليد الطب النهائي اللي هيوصل لمارسل كورر بالنسبة لمراوان عطية قبل المباراة بليلة غالبا مراوان عطية موجود بس ممكن يبقى على الدكة مش في التشكيلة الأساسية طيب نهاردة فريق الكرة بالنادي الآلي فريق الكرة الطائرة بالنادي الآلي رجال فاز ببطولة كأس مصر المرة الـ 22 في تاريخه بعد ما فاز على نادي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 ألف مليون مبروك للنادي الآلي الفوز ببطولة الكرة الطائرة كأس مصر طيب عايز أرجع للحكاية بتاعة محمد صلاح مباراة وكان لها رأي فيها مش أكرره تاني ونسمع أحسن من زملتنا العزيزة سلمة مشهور مشجعة مصرية لفريق ليفربول حضرة مباراة الليفر هي صنعت محتوى خطيرة يعني أكيد حضراتكم أو جزء من حضراتكم بيتفرج عليها أنا من الناس اللي بتفرج عليها طول الوقت مشرفاني ومنوراني سعيد جدا بتواجدك معي والله أنا أسعد شكرا جدا على الكلام الجميل ومبسوطة جدا أني متدخلة معاكم أنا مبسوط أكتر وليلي بقى من الملعب مباراة شفت اللقطة بتاعة صلاح وكلوب إزاي وتحليل كرائق برضو وأنا عايف أن أنت بتتكلمي طول الوقت مع الجماهير وبتسأليهم الناس برضو رأيها إيه بالنسبة للموقف ده موقف صلاح ويرجان كلوب بص هو من أول الماتش خالص لما صلاح كان بيقوم يسخن كان واضح إن فيه حاجة حتى فيه لقطة أنا صورتها بالصدفة سميكاس وشوش وكده قاله حاجة رح صلاح عمله كده لكنه قصده اللي هو مش فارقة بقى خلاص كان واضح إن فيه تنشنة طبعا على الخط بقى شفنا اللي كلكم شفتوه يعني معرفش بقى واضح لكل الناس قد إيه وكلنا طبعا بنحاول نخمن اللي حصل يعني في الآخر واضح إن كلوب كان عايز يحضنه وصلاح ما كانش عايز يحضنه فقصل تنشنة قال له خلاص عنك ما حضنتني ما نعرش وشوش وإيه بس هو صلاح كان نازل وهو ساكت واضح إن اللي كلوب قاله له هو اللي عمل كل ده وبالصدفة نونز دونا عن كل الناس هو اللي كان بيخوش ما بينهم فعني طيب سأل ما أنا عايز أسألك الناس في المدرجات كانوا بيقولوا إيه باللقطة دي شفوها إزاي وإنت خارجة من الملعب الناس بتتكلم إزاي حتى وإنت بتتبعي الناس على السوشيال ميديا الإنجليز بيتكلموا زي عن اللقطة ديت زعلين من صلاح زعلين من كلوب بيلوموا على صلاح بيلوموا على كلوب شفتي وتحليلك للموقف كان عامل إزاي أنا بالصراحة شايفة إن موضوع خمسين خمسين يعني تكلمت مع كذا حد من مشجعين ليفر بول تكلمت مع كذا حد معندوش يعني ولا ليفر بول ولا مصر ولا أي حاجة يعني ناس محايدة والناس نص نص كل الناس بتقول ما هو على حسب كلوب قاله إيه وفي ناس بتقول طبعا مهما كان قاله بس هو الموضوع غريب عشان هو كلوب يعني دي حتته إنه هو عمرنا ما شفنا ده كلوب دايما واللعيب نازل بيبقى بيحدونه وكده آه صلاح كان بيتدايق وهو خارج من الملعب بس دي حتته وصلاح كمان بموضوع غريب عنهم إحنا أيامة شفنا ده حصل اللي عجبني بقى في الموضوع ده إن كلوب زمان لما كان بيطلع صلاح ومتدايق هو أو مانيه كان كلوب بيقول أنا بحب ده فيهم أنا بحب شغفهم ولو طلع مش متدايق أنا كنت هتدايق وحس إنه هما ما عندهمش الشغف ده لكن مبارح في وجهة نظري في وجهة نظري ناس كتير أنا تكلمت معاهم بسبب إنه هما ما كذبوش الماتش ده وبسبب الكام أسبوع اللي فاتوا الموضوع قلب الشغف اللي كان ممشي ليفر بول وناس كتير قصا بتقول إن ليفر بول وصلوا اللي هما في الموسم ده بسبب الشغف والعاطفة سبحان الله قلب على الاتنين اللي احنا مش متعودين منهم ده فبتهيق لي ده رأي المجموع وكمان لما سماعت بق صحفيين كتير قوي اللي صادفني إن معظم الناس اللي كانت لعيبة قبل كده كانوا متفهمين صلاح مش بيقولوا إنه صح كده كده طبعا غلط والتشويح غلط وكله بس كانوا متفهمين وكانوا حسين عادي أنا كنت ممكن أعمل كده الناس اللي ما كانوش لعيبة وصحفيين بس يمكن بيلوموا عليه أكتر بس دي حاجة صادفتني وحسيت إنها حاجة مشوقة سلما أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت مبسوط جدا أن أنت موجودة معايا النهاردة سلما مشهور واحدة من صنع المحتوى الشطرين جدا مشجعة دايما لليفر بول موجودة طول الوقت في المدرجات ومزتها إنها طول الوقت متواصلة مع الجماهير متواصلة مع كل الناس اللي بتشاجع على ليفر بول أنا بتفرجع على الفيديوهات لذيذة أو بتسألهم على الفرقة بتسألهم على صلاح بتسألهم على مستقبل ليفر بول التفاصيل حلوة كده من الحاجات اللذيذة أو اللي بتحصل من جوه أرض الملعب فكاية مهمة جدا أنها تكون موجودة معنا علشان كمان أفهم وحراركم تفهموا أيضا الناس الجماهير جميل ليفر بول تحديدا شافوا الموقف إزاي عشان احنا هنا ربما شوية يعني بعضنا يعني أفور شوية ضد صلاح وإن كان مرة أخرى ومرة ألف ومرة مليون ما فيش حد عائل هيقول إن صلاح ما كانش غلطان طبعا غلطان طبعا غلطان بس ما حدش عارف لسا الحكاية إيه تخيل الصحافة الإنجليزية دي صحافة الإنجليزية ما بتسبش يعني حاجة تعد كده ما بتسبش صحافة الإنجليزية صحافة رزلة اللي هو بص هعرف هعرف إلا حصل صحافة الإنجليزية لحال الوقت مش عارفة توصل إيه اللي حصل ما بين يورجان كلوب ومحمد صلاح فما ينفعش تبني تصورات وتوقعات من غير ما نبقى عارفين المعلومة ما ممكن يكون مثلا مثلا يعني يورجن كلوب رحشاتة محمد صلاح مثلا يعني ممكن يورجن كلوب مثلا قال له كلمة استفزوا ممكن يورجن كلوب قال له ارجع تاني مش هتنزل يعني في حاجات ممكن تكون هو اللي كان غلطان فيها يورجن كلوب واستفز الراجل بطريقة مش جاية ده يعني طيب النهاردة الجولة العشرين في الدوري الممتاز المصري والداخلية المصري قدر يفوز على الداخلية بهدف قاتل جدا عن طريق معتاز ازدام في الدقيقة 95 واحد من اهم نجوم الدولي بالمناسبة السنة دي مش بس المصري معتاز ازدام يعني مهم جدا ومميز جدا يعني هدف قاتل جدا في الدقيقة 95 ايضا في الجولة العشرين مباراة سموحة والمكول العرب سموحة قدر يفوز على المكول العرب بهدف حسام حسن في الدقيقة 43 والمباراة دي حصل فيها قصة وحكاية في الدقائق الاخيرة حاجة جدل تحكيمي خطير واعتراضات بالجملة نسمع ونفهم اكتر واشرحانا كابتن الكبير كابتن جهد جريشا خابرنا التحكيمة كابتن جهد مشرف ومنور سعيد بتواجدك معاي كريم سواسيا عليك وعلي كل مشاهدينك شرف لي يا كريم اخبارك ايه ايه اللي حصل بقى في المباراة المقولين واسموحة في اللقطة الاخيرة دي اشرحالي عشان تهت تهت تهكيميا في اللقطة دي يعني كريم يعني نمشي مع الصورة يعني لو بنجيب بصرهم مع بعض ونتكلم مع الصورة اولا اللعبة لما تعاملت بالمنظر ده الحاكم ما احتسبش خطأ للعب المقولين واحتسب لمسة يد على لعب المقولين وبالتالي ده كنقرروا على سكرة دي في اخر دقيقة في الوقت بدلت ضايع الشرط التاني فان اللي حاكم في ار مركز وشاف اللعبة هو طبعا فيه ماسك واضح من مدافع سموحة للعب الرقم 9 على المقولين واستمر الماسك وبعد كده حاكم الفي ار استدعاه ووراء اللقطة فهو رجع باحتساب راكل الجزاء صحيح طب احنا في وضع ضايع لازم اللواتي يمتد عشان تنفيذ راكل في الجزاء النهاردة مشكلتنا في تنفيذ راكل الجزاء ساعة اللمس المهاجب المؤولين للقرة في تنفيذ راكل الجزاء هنتكلم في نقرة عشان نجسي جمهورنا يتابع معنا ويفهم الدنيا مش هذي ساعة اللمس بالضبط هنرجع بقى لساعة اللمس بالضبط للمس الكرة لان نرجع يعني في وراء بالضبط هنتكلم اول حاجة الهاني سليمان ملمس الخط المرمى وبالتالي الهاني مش مخالف معانا اثنين لعبة من المقاولين داخل منطقة الجزاء دخولهم بالمنظر ده في حد ذاته مش مخالفة يعني لو القرى دخلت من المنافس الراكلة مباشرة الهدف يفتسر ما مش عندنا مشكلة يعقبوا لو القرى اتدت ليهم سواء من العرضة او القائم او من حرص المرمى وبالتالي تم معاقبتهم ده تبقى لبرتقول الفيار لما من راجع والمراجع تفصل ليه لان فيه هدف عندنا فيه هدف تم احراز وهنكمل على طول هنكمل اللعبة وكورة هترجع لرقم تسعة اللي هو راجل دخل جواه منطقة الجزاء ويحرص الهدف يبدأ هنا مراجع حكم الفيار طبعا دي حقيقة مكانية الحكم ما بيخرجش يبص على الشاشة بره دي حقيقة مكانية وبالتالي بيديله القرار القرار بيقول ايه؟ بيقوله ان اللعب رقم تسعة دخل قبل ساعة تنفيذ لحظة لمس تنفيذ لرقم الجزاء وهو مخالف وبالتالي استفاد من مخالفته دي بتسمى انكروشمنت ده الدخول اللي حصل اللي أعاقب عليه وبالتالي بيحتسب راكة الحرة غير مغاشرة ومن مكان اختراقه لمنطقة الجزاء ويلغى الهدف وده قرار صحي جدا أولا أحيي حكام الفرد لازم أقول أسميهم لأن احنا لما بيديه حاجة سلبية كريم بنتكلم عليها بصورة سلبية نهار ده حاجة إيجابية جدا الناس مركزة وأريا وفاهمة القانون وبرتوكول الفيار فلازم السيد شعبان نشيد به حاكم الفيار النهاردة ولازم محمد الشيناوي مساعدة حاكم الفيار النهاردة نشيد به والفرحان بالتنفيذ اللي حصل ده ده تنفيذ إيجابي قبل الازواء ده ما يبدأ كان عندنا ثلاث ماتشار فيهم مشاكل في خلال عشر تيام التحكيم أثر عن ذلك المبارات هؤلاء الماتشار الفيوتشر والمصري كان التحكيم ضد المصري في الماتشدة الاسماعيلي ومودر نفيوتشر كان التحكيم ضد مودر نفيوتشر في الماتشدة البلدية المحلة والمولين كانت تحكيم ضد المولين في المدشدها فلما يجي السليبيات قلنا عليها وكلمنا عليها فوقتها لكن لما ناجد لها النهاردة حاجة مضيئة أو حاجة إيجابية لازم نتكلم عليها ونبروتها لأن النهاردة ده يدل أن فيه حكام VR موجودين على تقنية VR فاهمين وشغالين بصورة إيجابية والنهاردة فعلا طبعا التحكيم ما أخطأش بس عايزة أرجع للقطة يا كريم الاعتراض اللي حصل في الصورة ده هتكلم عليك كلمة واحدة هتفضل هتجي أجيب الاعتراض بس لو تجيب الصورة الاعتراض تاللاعيبة بعد المدش وجهز الفني رأيك إيه يا كابتن جاد هرجع الصورة دي لأن لازم لاجئة الحكام قبل بدات الموسم تروح تشرح التعديلات وتشرح برتكول VR والقانون لللاعيبة والأجهزة الفنية عشان الناس تبقى فهمة معنا اللقطة دي جاية أن الناس مش فهمة اللي حاصل وبالتالي أنت لازم كلاجة الحكام دواجد أساسي في أي بطولة وأي مسابقة اللاجنة الحكام بتروح للفرق المشاركة لاعبين وأجهزة فنياء تفهمهم قانون كورة القدم تفهمهم هي محاضرة واحدة هي زيارة واحدة لكل فريق وتفهمهم برتكول VR وبالتالي لما نوصل لللطة دي هتلاقي الناس أجهزة فنية اللي موجودة واللعيبة هجبوا فهمين اللي بيحصل وبالتالي مش نشوف الصورة دي في ملعبنا مرة تانية فلازم دواجد ما فقاش مشكلة يا كابتن جهاد وأنت عندك حقا لازم يبقى في محاضرات فيها توعية عشان فيه كمان تحديثات وتعديلات طول الوقت كابتن جهاد جريشا خبرنا التحكيمي أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفت من النجم الكبير كابتن حسن مصطفى خليكم معا يا رب حضراتكم مرة أخرى حبيبنا كابتن حسن مصطفى ضيفنا في هذه الفقرة كابتن حسن منور الدنيا كالعادة حبيبي ربنا خليك هكيمة أخبارك إيه؟ كله تماما حبيبي كله حل الزمالك كان حلو النهاردة والنتيجة حلوة اتنين يعني أول شيء طبعا مبروك نادي الزمالك مبروك إن هو صعوده للنهائي وإن شاء الله يأخذ البطولة بس ساعة أنا في حاجات كده بسعب يدهيقني شوية بحبش المبلغة في الاحتفال أو الفرحة انت النهاردة برضو بتلاعب فريق متواضع جدا مفروض تكسبه هنا 3-4 وهناك تكسبه 3-4 فده ده العادي ده العادي اللي مفروض نادي الزمالك يعمله إن أنت تكبر الأمور أنا بحبهاش صراحة ما هكلمك أنا بقى كني إيه أنا كني أنا جمهوري الزمالك هيقولك يا الله كابتل حسن أنا بفرح بفرقتي بقى تكسب فرقة ضعيفة فرقة كبيرة أفرح بيها دي نقطة النقطة التانية إنه الزمالك من كم شهر كان فرقة ضعف من كده كمان وكان بيبقى عنده نتاج سيئة معاهم يعني فهم فرحانين بفرقتهم اللي هي فائت يعني فرقة فائت أكيد ودي حاجة برضو ما تزعلش حد يعني أنا دايما أقول النادي الأهلي يكسب جمهوره يفرح ويعمل اللي هو عايزه الزمالك يكسب ويعمل اللي هو عايزه صراح بس أنا أتكلم على الفرحة الزايدة يعني أنت مفروض الطبيعي بتاع النادي الأهلي والزمالك إنه هو أنت في بطولة زايدية النادي الأهلي يوصل لنائي لطولة زايدية النادي الزمالك يوصل لنائي مياه في المياه مع أني نادي الزمالك في أسوأ حالاته أو حش حالاته البطولة دي نادي زمانك لازم ياخدها يعني عشان برضو يجب يبقى المستويات اللي هو بيقابلها أضعف مما موجودين في الدول عندنا جوزيجو ميز النهاردة لو مشتغلش برضو فنان كويس قدام فريق سهل كلنا نتفق انه ده فريق سهل ما فقاش خلاف بس لو مشتغلش كويس ما هو الفريق سهل ده يبقى صعب ده أكيد طبعا أنا عجبني فيه انه هو الراجل ده عنده تنوع في التكتك وفي الخطة بتاعته يعني النهاردة هو عمل حاجة كويسة جدا يعني مثلا الماتشات اللي فاتت كلها كان بيجمع فريق نادي الزمالك كله يعني بيخلوهم كده عاكين اتنين اتنين كده عاكين نادي الزمالك كده هو بالفرود فالنهاردة لا اختلف النهاردة خلى زيزو فتح الملعب مصطفى فتح الملعب لعب باتنين فرود عشان الكسافة العددية تبقى في التمنتاشر لان الماتش الأولاني ما كانش فيه عنده كسافة عددية لما بيجي يرفع كروس من ناحية المين او من ناحية الشمال ما فيش حد كان بيكلم مع بيكمل مع سيف فلع فيه النهاردة فيه شغل شغل مدير فني باين عشان برضه لندي كله حقا احنا كنا ظلمين سامسون لا يعني اتوديني لحدة التتعرف اقول انا كنت ظلم لا مش ظلم هو لسه الغد وقتي معقولش حاجة يعني على الفلوس هو بياخده على هو لما المدير الفني دو اتعمل حاجة كويسة جدا ايوة ريح اللعبه نفسيا عملهم نفسيا كويس حسس ان كل واحد مهم صح ان انت دوقتي مهم بالنسبة لي والمرحلة دي ممكن انت تلعب دوقتي ممكن المرحلة اللي جاي ما تلعبش يعني مثلا ماتش اللي فات سانسونج ما لعبش في الدوري صح وبعد كده لعبه بيديله يعني شوقت لايه نفسه بيلعب اساسي ويطلع ويلعب فده الاحساس نفسه لأي لعبه أنا لعبته كرة فبيوصلي من المدير الفني ان انا لأ انا مهم عند الرجل طيب فنيا حاس ان سامسونج لما بيلعب مهاجم تاني يعني جنبه مهاجم بيدي بشكل كويس لما بيلعب لوحده بيبع عنده مشكلة أنا برضو خلي بالك برضو في ما تشك كتير بضا ما تفرجش عليه وهو ببلعبش كتير ساعة بينزل أو كذا بس هو لأ هو عنده مقاومات لعب كويس يعني عنده سرعة عنده بيفنش كويس بس أنا غدا تلسة ما شفتش حاجة يعني معيشة هو جاء بعله دي السنتين سنتين او سنتين اه خد كم لا اكيد خد فلوس كتير يعني خد فلوس كتير جاب كم جول باني حاجات ولا يال يعني بس هو بنا ما ده نقصده انه احيانا انت كلعب يا كابتا الحسن انت وانت بتلعب احيانا ممكن المدربي يخليك شكلك يكون حش في الملعب لو الشغل الفني وانت بتيجي سايق او اللي حواليك او اللي حواليك وفي مدرب تاني يديك ادوار يخليك انت احسن لعب في الملعب طبعا بشغلك وتعبك واكتهادك بس هفضل اقول برضو كابتا الكريم ان انا لسه ما شفتش منه حاجة يعني هفضل اقول لا لسه يعني مش معنى انه هو جاب لجوله مع فرقة زيدية لانا ما شفتش لسه منه حاجة طيب زيزو النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا هجمان ودفعين هو يعني الفريق كله صراحة وزيزو طبعا بقاله فترة يعني تكون شوية تصاب ويرجع ويتصاب ويرجع بس انا عجبني ان انت في اول البرنامج قلت ان بقاله ثلاث سنين مستوى ثابت العقلية بتاعته عقلية احترافية بيفكر كويس جدا حتى لو مستوى قال شوية بيرجع تاني بسرعة مش ما بياخد شوية تطويل اه بتزبط كده فديت حاجة كويسة يعني نوعية لعيب مختلف على اللعيبة اللي موجودة كنت بتكلم مع كابتن فاروق جعفر دلوقتي عن شكبالة ودخل بعد كده دكتور حسان مندوه وقال ان شكبالة بيلعب دور القائد دلوقتي بيقض مع اللعيبة بعض الناس لامت شكبالة بعد مباراة الزهاب شايف التعامل ازاي مع شكبالة وشكبالة ازاي يتعامل مع الفريق الفترة اللي جاية والله انا شايف شكبالة اضغير كتير جدا عما كنت انا موجود في ندل زمالك وانا بلعب معي اضغير كتير جدا لو شكبالة العقلية دي لما كان موجود وانا موجود وبالعب في ندل زمالك يعني كانت 2009-2010 كده لأ شكبالة كان ممكن يروح في حتة تانية خالص لاني شكبالة طيب جدا عاطفي سعاد اللي حواليه بيخليه يعني فاعله وكده فلا انا شكبالة بقول بتمنى احنا هو يبضل كده ويبقى مساند لعب ملعبش يبقى هو المساند هو القائد بتاعهم لغاية ما ربنا يكرمه وياخد بطولة كويسة هو يفكر يعني انا نفسي ما اعتزلش صراحة لاني لما بتبعد لما انت بتبعد عن الملعب بتحس ان انت يعني الموضوع بيبقى صعب تفاهم؟ بس هو يلعب انا عايزه يلعب في ندل زمالك هو يلعب لاني عنده السرعة والقوة والمهارة لغاية دلوقتي انا حاس ان هو مختلفش عن لما كنت بلعب معي اه اللي هم الغياء يعني حتى ما تقدم العمر ولا تستخدمه في اوقات اخيرة لا استخدمه يعني استخدمه في اوقات معينة ولعبه فيه متشاط انزله فيها وفيه اوقات متشاط كبيرة يعني انزله يعني مش شود التاني كده على طول عواد النهاردة عمل مباراة كبيرة واصلت مطالبات كثيرا انه الزمالك محتاج حراس مرمى وعواد وصبح يمشو ويبقى في حراس جداد عواد عمل مباراة كبيرة النهاردة وبقاله فترة ماشي بشكل معقول يعني رأيك ايه لا يعني صراع عجبني يعني انا عجبني المباراة دي بالذات كمان عجبني ان الناس بتنتقدوا ورد على الناس رد علينا يعني انا بنتقدوا لاني مفيش حد على يعني عارف انت لازم كل الناس ننتقدها انت عملت مطش كويس هقولك انت كويس عملت مطش وحش هقولك انت وحش لا هو ما شاء الله عمل النهاردة ده كويس فيه كورتين كان يخش جنين في نادي الزمالك او صدها فديات كانت يعني عارف انت برضو عملت خلت الاداء يبقى كده ان انت ما خشش فيه جول فلا هو ما شاء الله الفترة اللي فاتت الناس كلها بتتكلم عنه وحش الناس كلها بتنتقده وهو ساكت لغاية ما قدى اداء كويس وبتمنى انه هو يستمر على الاداء ده أولا طيب النهاردة الزمالك وصلت فرحة وصلسية والامور حلوة ومشى كويس وصل فينال مصطفى شلبي راه احتفل بطريقة ما وانا قلت في المقدمة لو انت سمعتني انا مش هادر اخش في النواية يعني هو والد يكون حركة سيئة والد يكون حركة مش مقصودة وسألت دكتور حسين المندوه وقال لي هنشوف طبعا الامر ولو فيه خطأ هنعاقب وهيبقى فيه حاجة انا بس بسألك انت راجل بقى انت خبير يعني انت رائب كبير يعني ليه اللي هيبقى بتحتفل كده يعني تحتفل الاحتفال اللي هو ايه يحمل معنيين معنيين يعني لو انا قلت مثلا دلوقتي قلت لك مصطفى شلبي النهاردة عمل كارسة رسلت لها تقول لي انت دخلت في نواية طب لو قلت ان هو ما عملش كارسة هيقول لي انت بتطبل يعني عارف انت بتحطنا كلنا وبتحط نفسك في مكانة مش صح هو انا مش عارف يعني اللعيبة عايزة ايه انتو عايزين يعني انت بوحشين وبتلعوه فقندها كبيرة والناس كلها ما تتكلمش عملك ان انت وحش انت ما بتلعب كويس كل الناس بتقول ان انت لعب كويس ان ما بتلعب وحش لازم كل الناس تنتقدك المشكلة هو انت لازم تعمل لنا بصابعك كده وتروح تعمل لنا لمين يعني هتعمل لمين يعني هنفضل نتكلم عنك لو انت وحش هنقولك انت وحش لما تجيب جول و تبقى لعيب كويس هنبقى فرحانة و فرحان لك و احنا في ما بيننا و ما بينك حاجة يعني معلش يعني انا في حاجات مدايقاني في موضوع اللعيبة في الاحتفالات و احد يعمل حرقة كذا و دا يعمل حرقة كذا انتو ايه يعني مش فاهم يعني انتو بتنتقدوا اساسا لعيبة لعبة او بتتكلم عليك و لعبة لعبة و عندها تاريخ كبير يعني يعني معلش انا المجا انتقد مثلا عبد المنعم ولا رشالبي ولا انتقد اي لعيب انا لعبت لعبت اهلي و زمالك لعبت امتخب مصر خدت بطولات عند بطولات كتير اوي يعني انتو لسه يعني بالقلم الرصاص ما احترامي ليهم يعني كلهم انتو لسه بتبنوا اسمكم ممكن حد يجي له اصابة يقعد في البيت احنا تعبنا اوي و بان ما نطلع عن الكلام عنكم كويس او وحش حلو انا بص انا انت راجل انت نفسك و انت في الملعب كنت احيانا تتعصب اوي اتطلع عن شغلك ده لعبة ده ادرناليم بيطلع وفي حماس وفي اصارة وفي عصابية وفي كل الكلام ده بس لما يكون حد اصادك او اللي بيهاجمك صح كده هو ده اللي انا اصده بقى اما انت تيجي مثلا وكنت دايما نلوم على الشكبالة بالمناسبة ايجي يقول لك بس الشكبالة اصلا الجمهور هاجمه وشتمه وبتاع فبقول ايه لكل فعل رب فيه وان كان حيفضل اللعب يقوله غلطان مش الجمهور يعني ايه لعب بيطلع عن شهوره هو غلطان بس على اقل فهمت في رب فيه لا فهمت سببه اللي خلاه يعمل كده حتى لو انا مش قابل السبب تمام صح انت بقى التاني ده ولا التالت ولا الرابع ولا الخامس انت هتعمل كده ليه وبرضه انا مش قادر ادي انا ما قدرش اديم محمد عبد المنم عشان هو كبير الراجل وضح والدكتور بتاع النادي الاهلي يعني ان هنا لغت بكرة حاجة وحشة انا اقصد ايه عارف ايه المشكلة فين؟ حالي حراج دخلت في نواية؟ حالي انا دخلت في نواية مصطفى شلبي النهاردة؟ طي انا هبقى عايز اقولك بقى انت ليه تعمل الحركة دي؟ ايه وهو ده؟ ليه تعملها من الاساس تسيبنا بقى كلنات سينيك جدل انت ليه تعملها طب خليك يا عم ساكت وافضل يلعب كويس افضل يلعب كويس لو انت فاكر لو عبد المنعم يعني انت زعلان ان الناس كلها بتقول انت راجل مغرور وواواواوا lensكت ولعبت مطشة cóيس إلعب اللي بعدها كويس إلعب اللي بعدها كويس من انسة قول عليك ان انت من احسن سلطبكات في المصر غزبًا عنهم غزبًا عنهم يعني انت لو انا ما قلتش كده اعشان مش حقدر اقول عكسي كده لو انا ما قلتش كده انا في مبينك نفسية يبقى كده nunca رسك من نفسية فيانه احنا في الاخر بنطلع في برنامج لعبنا شوية كرة قد كده صغيرين بنشوف الكويس بنقول عليه كويس والوحش بنقول كوحش. مش موجهة نظرنا. يعني يا سيدي موجهة نظري دي بقى انا وجهة نظري غلط. انت ملك بيها. بزرط. مدخدش بيها. بزرط. يعني يا كابت الحسن مثلا قال والله يا مصطفى انت انت كجناح مش حلو انت تلعب مدافع. بزرط. انا مش انا هنزل على لعبك مدافع انا مش مدربك. ايه بالزبط. في مدرب هو اللي مقتنع بيك هو اللي هيقعدك وهو اللي هيلعبك. ومش لازم كل واحد لازم يبص للترند. مش كل واحد لازم يعمل حاجة جدل عشان الناس تقول له بربع عليك. او يعمل شو كده للناس عشان في الاخر الناس ستعطي تتكلم عليه. انا من الاخر نفس الجيل ده يلعب كرة وميركز في حاجة تانى انتم مركزين في الاعلام او مركزين في السوشيال ميديا. صح. ومش مركزين في الكرة. واه. وانت الخسران في الاخر. وفي الاخر انت الخسران يعني في الاخر كل اي حاجة. احنا هنفضل نتكلم. آه. احنا خلاص احنا بطلنا الكرة.دا. هنفضل يا كريم نتكلم. هنفضل نطلع في برامج نقول وما فيش ما بيننا وما بين أي لعيب أي حاجة بس وعسيكورة كمانة كابتال حسن ودي برضو نقطة مهمة جدا لو أنت بتلعب ممكن مثلا تتقمس بمسلا كريم تلعب على النهاردة حسن مصطفى يعني أنا بيستقول لك على حاجة الموضوع السلية لما طلعوا زعلوا وتنفذوا كده ده حاجة أنا ما أدرش ألموا عليها ما أدرش أقول حاجة لازم يتخصب منه بس أنا ما أدرش أتكلم عليه لأن أنا ممكن أنا وأنا لعيب أعمل الموقف ده ممكن مدرب ينزلني أخذ خمس زي ولا كده أتنرفز عليه أو أدايا أخرج عن شغولي وتبقى غلطان وتبقى غلطان واجه أتأسف وأعمل والكلام ما أدرش أتكلم أحمد ده تقول تعمل لي هش الحركات دي ده أنا بحاول للحقق يعني خارج بنيش باعش عايز الحور يكمل على خير الأهلي شفت الأهلي إزاي وصعوده قدام مازنبي كانت حالته كويسة قدام مازنبي في المباراة أه يعني أول عشرة ده اللعبه أداء كويس أول عشرة ده ربع ساعة أداء كويس أويت هيعود ثلاثة أربعة تجوال اللعبة كلها كانت مركزة طبعا الفريد التاني بدأ يقع ويعمل نفسه مصوت بس أنا في حاجة كريمة عايز أقولها أنا في لعيبة وشوشها كانت مش عجباني عادينا على الدكة حلوة دي يعني كانت الوشوش بتاعتهم مش عجباني كانت الكاميرا بتيجي عليهم أنا ما كنت مش مبسوط زي مين؟ مش عايز أقول لأ سامي لا لا عادي الدكة معروفة كهربا مثلا آه هنقول لأ سامي يعني آه لأ عشان تنصحهم كمان يعني حسن الشحات كهربا آآ ممكن كان أفشة برضو بس أنا ما شفتوه الصراعي بس كانت الوشوش مش يعني مش مرتاحة لهم عريف آآ زعلان آآ هقول لك الدنيا تغيرت مع النادي الأهلي في إيه يعني الشوت الأولي الكرة ممكن شردت هتخش جول الشوت الثاني تغيرت الموضوع دوت أول ما دخل الكرة فينا جول في النادي الأهلي دخل في جول وأكرم توفيق تطلع الكرة من الجول أنا حسيت اللعبة اللي عددك قالت لأ يعني خلاص لا لا ما تفكرش كله احنا ما يفكرش في نفسك فكر في الفريق ان احنا هنطلع من البطولة فلاقيت الدنيا تغيرت حتى اللجوان اللي احنا جبناها تحس توقتاتها غريبة كده تحس ان الكرة عايزة تديه لك صح فبوسى كريم أنا الحمد لله رب عمين لعبت كرة أفهم في وشوش اللعبة كويس قوي أعرف مين زعلان ومين زعلان من زعلان لأن أنا مريت بكل المواقف دي أنا خانقت مع مدرب وزعلت وعدت احتياتي ولعبت أساسي وعملت مشوار طويل وزعلت وانت خارج من الملعب وانا خارج وانا داخل حاجات كتيرة جدا لما نيتي كانت بتبقى كويسة وصافية ربنا بيوسع للطريق يلاقي حد تصاب حد حصل له حاجة حد كان عايز يأذيني ربنا بيكرمني فانا دي نصيحة للعيبة كلها أصدقني دي نصيحة لكل العيب خلي النية تبقى كويسة هتلاقي الدنيا ماشية هتلاقي نفسك بتشارك بعد كده طب أقولك على موقف بسبب النية دي احنا كنا بنلعب النجم السحلي النهائي فكنا ماتش النهائي إلا لبركات في النجم السحلي كان لنا ضرب الجزاء وكده ما نقول جزي ما كانش عايز يلعبني وكان مدأي مني حتى وإحنا في التمارين جئ طب طب علي قال لي انا هدخلك الماتش ده وقت عشان انت بتتمرن كويس فانا تخنيتي معاه ولتوا انت عايز مني إيه انت عايزني ألا أتمرن ولا ما أتمرنش انت بتعملني لي كده وإحنا رايحين للنجم السحلي حتى أنا عادت كنت مدأي حتى عادت أخش على اللعيبة يعني كنت في اللعيبة يعني كنت أخش جامد وكده هو لغى التمارين يعني فهو إحنا هناك قال لي أنا بنبني الشوتين يعني هو كان ساعد بقسم الماتش ويجي فجي قال لي خلي بالك أنا عايزك تركز عشان أنا ممكن الشوت التاني ألعبك وإحنا هناك بنلعب الماتش ففوس الماتش كده فهو إيه شافني قاعد بشكل وحش وأنا كنت مركز إن إنت قلت لي معلومة وأنا مركز ومش عارفة إيه خلص الماتش ما نزلنيش أنا استعجبت قلت إيه ده هو إيه اللي ما بين الشوتين أنا هنزل أخليك تسخن وهتنزل جي لأنزلنا القاهرة راح جاء لقيته مرة واحدة جاب سيرته قال لك حسن مصطفى مش خايف على الفرقة ومش مركز وعشان كده ما نزلتوش وأنا قلت ومش عارفة إيه كذا وكذا ودي روح مش حلوة وا 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 قلت له أنا ما كنتش مركز فروح تبقى قلت له أنا معاك أنا على فكرة أنا معاك كل اللي إنت بتقوله ده تمام بس أنا لو أنا خسرت بطولة أفريقيا هخسر بطولة هخسر مداليا هخسر مكافئات هخسر حاجات كتيرة إنت ليه دخلت جواي وحسيت إن أنا كده فراح بعدها راح بصوص لي كده وخلنا عجان بقال لي طب أنا آسف معلشه والله والله أتأسف لقال لي أنا أنا شفت شكلك كده إن انت كانت نيتك مش عارف ايه قلت له ما تخشش جواي أنا كنت مركز جدا لأن انت قلت لي أنا ما بين الشوتين أنا هنزلها فهنا كنت مركز قوي حتى لما براكات راح لكرة ورقص واحد والبلانتي كان لنا بلانتي هناك طبعا فما مرضاش الحكام كنت حاسس إن هم عايزين يدوا نجم السحل البطولة دي يعني فهو ده الموقف للنواية يعني صحيح يا بتحسن شرفت ونورت ودائما الحوارد معاك حلو ولزيز وبيخلص بسرعة حبيبي شكرا جزيلا لسا كاملين مع حضراتكم بعد الباصل الزملاء العزام محمود شاكل ومحمد خليفة خليكم معاك يا رب حضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في عز الفقرة حبيبنا محمود شاكل ومحمد خليفة خليفة بنوار الضاني من نورك الكريم الحمد لله كله زيار فوق الحمد لله كله تمام انت انا خلاص انا عرفت من هو شيخي انا خلاص كريم رمزي قاعدين نتكلم وزي ما المسلوسي جابه في قرط سولار وحسامة ضياحة رح قال لي رح قال لي ان شاء الله المسلوسي جابه في العودة متفرج على العودة اول عشر دقيق خلاص وقاعدين يا مش دي الحادثة الاولى انا بتحصل معاها حوادث معاك كريم مش حايفة اقول بس يالجها توقعات محدش كانت توقعها وبتحصل جات سليم شفت المطش ازاي النهاردة او ايه اكتر حاجة عجبتك في مطش النهاردة عشان ما نضيعش وقت الناس اه انا شكا دخلتك اقل خلينا نخش انه بحضرة جميز كانت ظهرة في الثلاث اهداف نشرح ازاي بحضرة جميز كانت ظهرة في الثلاث اهداف نبدأ بالهدف الثاني بحضرة جميز قال ايه نسمع هناخد بس يعني ايه اللي هو سويا مهياز لسا بس اقول لنا الجزيرة تمام الراجل كان بيقول لسامسون خد مكان الجزيرة حيتحرك اول ما السامسون يلف كده مع المدافع الجزيرة يدخل او الجزيرة ما يبقى واخد هو المدافع سامسون يهجم المساح ده الفيديو اه لو الحالات ظهرة نبدأ على طول بالصور شباب لو الفيديو هو يالا الفيديو يالا ورين كلمتين اللي قالهم ورين الفيديو ع depicted それ ت acompañي و �معت ان مشان المساح يصب stressful يبقى کہه سامسون مجزري سامسون ہجري قالهم واحد يجب قال lo سامسون لده خلينا بقى نشوف الجون التاني جيز زاي بالصور عشان يبقى رابطين. سامسون عمل دور كويس في ان هو قطع الكرة. الصور يا شباب على طول. اه. يعني الصور توليان في الحالات بدايتنا بسامسون. حتلاقي سامسون قطع الكرة كريم. وهنا. او انا مش عايف. يعني احنا عفت. سامسون قولنا. ماشي. دي حالة شاكر. ماشي. يعني فيها سامسون برضو. عايزكيبها سامسون. اه بس دي مش سامسون دي. يعني عايزين نزبط الدنجة بقى عشان نجي. تمام. هو عموما الناس بتعرض معنا تصور اهو. سامسون قطع الكرة. هي دي مظبوط. سامسون قطع الكرة وراح الباص. بعد كده هو الجزيري وهو بياخد المساحة. سامسون كان هو واخد المساحة. هنا نعرض الصور سريعا. مش عايزين نقف والصور بتتعرض. يعني هنا سامسون قطع. بص. هيمرر. بص هنا ده هنا مرر الجزيرة بص بقى الصورة الجاية دي تطبيق عملي لمحاضرة جميز الجزيرة فين بياخد المدافع وبيخرج به سامسون بيروح فين في المساحة اللي ورا الجزيرة عشان الكرة بعد كده هتروح هنا سامسون راح المساحة اللي سبق الجزيرة الكرة هتروح المظافة شلبي هلعبها لسامسون هتكون هي دي الهدف التاني لنادي الزمال ده ببساطة مش عايزين بقى يدي حالات سامسون كان ليه دور كبير جدا في قطع الكرات والضغط بس نروح للهدف الاولاني نروح للقطات اللي معانا الفتوح من غير الفيديو مجرد الصور بتاعت فتوح اللي حتظهر جزء بقى تأسير جميز فتوح كان بتحرك فين دي الخرطة حالية الفتوح ده سيب طرف الملعب وداخل اللي جوه تعال نشوف بالصور الجون الاولاني يا كريم بدايته طبعا هي ركنية بس بدايته جات ازاي تعال نشوفها هنا تمرير المسلوسي بص شلبي فين في الصورة اللي بعدها على طول سريعا هتلاقي شلبي واخد اقصى الخط وفين فتوح في الصورة اللي بعدها فتوح جوه تعليمات قصة في جزء كتير من تفوق المدير الفني انه يكون مقنع للاعبيه انه هو انت ممكن تقول حاجة اللاعب يقدر ينفزها وينزل ينفزها هي دي الركنية اللي جميلناها الهدف الاول شفنا محاضرة جميز في الهدف التاني سامسون هو بياخد وراك جزيري شفناها في الهدف الاول في تسبب في الركنية حتى في الهدف التالت بص فتوح فين في بداية هجمة الهدف التالت فتوح فالب الملعب شلبي فين في طرف الملعب عكس ما كان بيعمل مثلا اما بيلعب نصر ماه الراجل صح اخطاء في القائل الذهاب بقى واخد البروفايل المناسب للعب المناسب فكده نلاقي وهي دي الهجمة اللي راحت بعد كده ناحية اليمين وتلعبت عن طريق سيف الجزيري لمصطفى شلبي تسبب الهدف فكده احنا نوصل نقول ان جوزي جو ميز في محاضرته كان بيدي درس عملي للعبين الزمالك في الثلاث اهداف يعني الثلاث اهداف جايين من دقيقتين اللي هم كابتن عبو حد صورهم وقال لكابتن جو ميز ان حنزلهم لو زمالك كسب الحمد لله زمالك كسب ونزلهم يشرح قولنا ان فكر الراجل واضح في الثلاث اهداف عايز تقول ايه عاوز اتكلم على سامسون هو ليه سامسون النهاردة في الخمسة وخمسين دقيقة اللاعبهم كان نجمل مطش هو سامسون كل اللي كان بيقوم بيه ان هو راجل بيشتغل كأنه صنع ألعاب هو اللي بيعمل اللينك ما بين التلت ده والتلت ده وهو اللي نادي الزمالك بيطلع عليه فلما تيجي تتفرج على الحالات اما تيجي تشوف سامسون كان بيعمليه في المطش النهاردة هتلاقي ان الراجل ده كان بتحرك في كل حتة في الملعب بيضغط كويس جدا الراجل بيمرر كويس جدا الراجل مقام اتعرض لضغط حد بيضغط عليه بيعرف يطلع بالكورة كويس وكان الجديد على انه بيعمل عكسيات كتيرة جدا لواحد زي سامسون بس ده يخدنا ان من ساعة ما جومس جي الراجل دايما يا كريم بيلاعب سامسون في الشوت التاني بيلاعبه دايما يعني كشادو سترايكر او كراجل تحت صنع لعب لو معنا الحالات بتاعت سامسون ممكن نجيب اربع او خمس حالات منهم وليك ان سامسون الراجل كان بيتحرك في كل حتة في الملعب ده هنا تمام ده هنا او ماشي ماشي الكورة طب نماشي الكورة نماشي الكورة لا ده الهدف الهدف اللي جيه الاول لا حالات سامسون الحالات التانية حالات سامسون بالزبط هنا هو هنا بالزبط كده سامسون كان بياخد دايما بيستلم الكورة في عمق الملعب نكمل الحالات ما احنا بنتكلم هتلاقي دايما ان سامسون هو المتنفس لعبي نادي الزمالك وزي ما كان خليفة بتكلم اول ما يسلم الكورة للجزيرة الرجل على طول ما بيقفش على طول بتحرك نكمل للصور وإحنا آآ بنتكلم مفيش مشاكل الجزيري خد الرجل في داره هتلاقي على طول امطلع ليه احمد فتوح يا دي بيش حالات آآ سامسون بس ممكن آآ نكتفي بالكور دي مفيش مشاكل مفيش مشاكل ممكن نكتفي بالكور دي حلو عاشوا الحاجة على العواد عواد انتقضناه كتير آآ النهاردة كان من الايام الجيدة العواد يعني النهاردة معانا سريعا كده برضو كورتين في منطقة الخطورة عواد تصدى ليهم نعرضهم آآ يعني منهم كورة كانت قريبة جدا باك باصل مميز في فريق دريمز سريعا بس كده دي احد الكورات وفي الكورة دي كمان ممكن يعني هيظهر تعليمات جميز لو الناس تفتكر مش هنعرض الفيديو بس الناس تفتكر تعليمات جميز لان تغطي واللعاب كلها ترجع ده زيزه ده زيزه انت تتكلمت عنها يا كريم بشكل كويس انه زيزه ومحدش يلوم بس انا ما اقولك انه تعليمات جميز ان احنا نلعب واحدة واحدة ونلعب اللي غطي ورا عمر هنا جميز هو اللي كان مع انطوي فنكمل هنا عواد تصدى للكورة دي وكانت احد الكورات الخطيرة بس يساعدوا فيها تواجد زيزه وبعدها في واحدة بقى اخطر كمان بكتير اللي كانت في نهاية الشوط الاولاني هتلاقي باك باصة لعب من لعيب دريمز لحد جاي من وراء من الخلف وكان لواحده لا هي التانية طلعت اوتا يا شاكر يعني هي دي الاولى كمان خليفة كان بيزاع النهاردة للعيبة كتير الله عليك بقى عشان اجايبها انت حبيب يا شاكر احنا يعني ايه اهو دي كان بيزاع لدنجة ده فكرة النصح ومتفاعل مع اللقاء عواد لي انا بتكلم عليه النهاردة علشان احنا انتقضنا كتير فلعيب الكورة لازم يعرف ان الناس اللي بتنتخدك هي الناس اللي هتشيط بيك صح هو كل الناس اللي بتكلم في الكورة عايزة دايما نلعيب الكورة في افضل مستوى في اليوم السيء برضو الانتقاط بيبقى عن طريق ان انا حشاولك عليه عشان تصلحه في اليوم الجيد النهاردة عواد كان من الايام الجيدة ليه فيستحق ان احنا نتكلم عليه لان هو قدم مباراة جيدة طيب حد عايزه لحياتنا على الزمالج عشان اروح لفاصل وارجع للاهلي اقول بس اجابة ان شحاتة تأثيره كان كبير جدا وافضل تغييرات الزمالج في اللقاء شيحاتك اللي تأثير كبير جدا على مجريات اللقاء ارقام الفريق الزمالج ممكن لو تطعرط سريعا اوك ايام محاولات دريمز في نهاية الشوت غير خلط الشوت التاني سريعا نعرض امتلاكي الكورة ده ده محالات زمالج نفسها دادت جدا في الشرط التاني نعرض اللي بعدها هتلاقي امتلاك الكورة العيب خط النص ده من اهم وحاجة امتلاكي الكورة للزمالج في الشوت التاني اللي هو باللون الرمادي وشيح تحسن جدا في الشروط التاني عدد بصات الزمالك اتضعفت كل شيء في الزمالك في امتلاك الكورة ساهم فيه طبعا النتيجة لكن شحاتها كان مماز جدا اللقطة دي كان في ناس الشروط الاول اتقطعت من زيادة كمال واعتقد ان هي سبب من اسباب تغيير زيادة كمال اللي كان مش موفق النهاردة نتمنى له التوفيق لانه ليس في بداية مشهوره مع الزمالك وده اول لقاء يبدأه اكيد ما كانش في افضل حالاته لان كان صعب بالنسبة له اجواء افريقية لكن علي ان يتعلم من اخطاؤه اللعب في الزمالك والاهلي صعب الفرصة ما بتيجي ارقام شحاتها بتتميز ميزة هو من اكتر العبين اللي حصلوا وقطعوا الكرات رغم ان نزل في الشروط التاني متواجد في اللستة يعتبر تالت او رابع لاعب قطع الكرات رغم ان نلعب الشروط التاني بس فدي شهادة جودة النهاردة شحاتها كان من نجوم الشروط التاني وكان نقطة تتحاول في الزمالك كده خلصت اللي عندي حلوة اوش الشاكل هزيب في شاكل الشاكل عند بحاجات الاه لانه كده برضو عايز اقول حراراتكم من الشاكل جاينا النهاردة هو تعبان جدا يعني الشاكل انتم شايفينه دوت طبعا انتم متعودين على الشاكل في صوت كده بيسرخ المكان فالنهاردة هو هبطان شوية لكن احنا هنيجي هنا في اي وقت والله حبيب يا كريم حبيب لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمود شاكل مع حدات مهمة جدا عن مباراة الاهلي ومازمبي خليكم معنا يا رب حضراتكم مرة وقر سب شرفني ونهارني محمود شاكل ومحمد خليفة وترككم قبل الفاصل هنتكلم شوية بعد ما كلمنا عن مباراة الزمالك ودريمز النهاردة محمود شاكل مع حالات مهمة جدا من مباراة الاهلي ومازمبي تمزع بايه كنت تكلمتك يوم المباراة قلتلك كريم فيه لقطة حالك ده انشاء وانا كنت تكلمتك كسنتيجي برضو بس ما جيتش كنت قلتلك فيه لقطة مهمة جدا قبل الهدف حصلت من امام عشور ومن علي معلول ولكن حلاوة الجون وحلاوة الوفر تعالي معلول والفينيش بتاع وسامة ابو علي الناس ما خدتش بلها من اللقطة اللي تعاملت مع امام عشور عايزة اقدمها دي بس معلاش ممكن ابصة عكام محمود اول ما الجول جيه اللي هو اخر جول او جول بتاع وسامة ابو علي الامام عشور اددى العالي معلول العالي معلول اددى لوسامة ابو علي كلمني في التلفون بعدها اقول اللي فيه لقطة مليون جنيه لقطة محدش خد باله منها وخالص قلت له بقولك انا مش هقولها النهاردة انا هستناك لما تبقى معايا عشان هي فعلا لقطة محدش شافها خالص فاللي هيقوله محمود شاكل دلوقتي مهم جدا طيب نتمنى ان نكونش حد شافها عشان مطشة عدى عليه وميني يعني بس قصة كلها لأ مهوسة هي لقطة انا فقيت على المطش تمامين مرة بس ما معدتش عليها الله يا كريم الكرة وهي بتتلعب انا قلت الكرة دي لو جات جون انا هطلع اقول يالله مين تعال انتشوف الحالات بتاعت النادي الاهلي زي ما انت شايف هنا علي معلول وامام عشور مين الناحية التانية اكرم توفيق هيرقص الرجل نكمل الفريم اللي بعده اول ما اكرم توفيق دخل جوه الملعب نكمل الفريم اللي بعده هنا امام عشور امام عشور بص على مين بص على علي معلول بالزبط اما تلك كرة رايحة الناحية التانية للنادي اللي قال لي محمد عبد المناء نشوف بقى الصورة اللي بعدها امام عشور اول ما يجي الفريم اللي بعده قال لعلي معلول خش انت قدام خش انت شوية على الخط قدام تعال بقى القصة كلها قال له ليه قال له ليه خش قدام نص الرجل بتاع مازمبي اللي واقف هنا نشوف الفريم اللي بعده الرجل بتاع مازمبي اروح على امام عشور والله روح على علي معلول الفريم اللي بعده أول ما محمد عبد المنعم استلم الكرة الراجل أم سايبه وأم رايح لمين هيبدأ يقبل على علي معلول نكمل الفريم اللي بعده أم الراجل رايح على علي معلول فمين هينزل يستلم إمام عشور نكمل الفريم اللي بعده أم الراجل الفريم اللي بعده كمان هيسيب علي معلول وهيدغط على مين على إمام عشور فأول ما الباص يتلقى بإمام عشور مين بقى الواحده يا كريم علي معلول فإمام عشور هيستلم الكرة و هيعمل الباصل الرائع اللي هو عمله ده فبالتالي بقى علي معلول له واحد وخالص يعمل الأوفر الجميل برحته وأوفر من أحلى الأوفرات اللي اتعملت وهدف كان جميل جدا الله عليك الله عليك على الله هو التفاهم ما بين علي معلول إمام عشور إمام عشور عنده فيجن عنده فيجن وبعدين على فكرة كان فيه لقطة بس هو السورة كانت متاكلة برضو مارسل كولور عمال يعمل لعلي معلول بيقوله ققف انت هنا بالمناسبة حمود عايز ستألك الخليفة أنا قلت أكتر لعبة افتقدوا لأهل الفتر اللي فيها دي مع الإصابات العادية كان إمام عشوش أكيد مليون المين اللقطة دي اللي محمود جايبها بتبرز ده كمان اللي هو فهمه للجيم نفسه أصلا أنت فيه لعيب كتير ممكن الكرة بش بس لمسة وأسست وهدف وأسست فيه أحيانا كتير جدا البوس اللي قبل الأسست والحاجات دي بيبقى مهمة جدا وده يعني بيفسر أحيانا كتير دور لعبة خط الوسط المهمين جدا إمام هو اللعب اللي بينقل الكرة من لقطة عادية باس لعب ممسوك بيدي لعب ممسوك حيرجع لعب ممسوك فيه لعب بقى بيبقى عنده المفتاح بتاع ان الكرة حتتطور من مجرد لعبين مراقبين والفريق اللي قدامه ما فيه لهجمة هجمة بقى اتخط بقى فيه لعب في موقف خطر هو فيه لعبين هو اللي بيعمل دي بيعمل دي عن طريق ساعات تحمل الكرة وتعدي بيها أو تعمل باس تقدمي بيكون مطلع لعيب من الرقابة فهي دي الفكرة بتاعت اللي إمام عملها في الكرة اللي زي دي أحيانا دي لا تتحسب أسست ولا تتحسب تسجيل ولا أي حاجة بس كل الناس اللي هي بتبقى مدركة أو الجيم وكده بيبقوا عارفين قد إيه مساهمة اللعيب الأهلي نوعية اللعيبها اللي في خط الوسط مفهمش حد بيعمل اللي بيعمل اللي بيعمله أمام عشور عشان كده أكتر حاجة تفتقده أنا عايز أقول لك على حاجة حسين الشاحية لعيب مهم جدا طبعا بس اللي عنده للاسليم وعنده برسي تاو حتى لو أقل فهما نفس البروفايل بيقدروا يجيبوا جوان وبيقدروا يدخلوا لجوه الملعب بس مش بنفس ممكن الكواليتي بتاعت حسين بس هنا أنا أقدر عوضه عوضه برسي تاو أيا كان إنما لو تبص للصطي اللي بيلعب بإمام عشور ووسط اللعب اللي موجودة في الأهل اللي هو كريم ندفد كوكا ديانج ديانج وولا لعطيه عامل الشلية كلهم ينفعوا يلعبوا مع أمام إنما مين اللي يركب مع أمام لازم تدور على تركيبة تانية الخط الوسط عشان كده هو فعلا كان أهم اللعب يفتقد الأهل ايه تاني من الأهل؟ هدايا مجانية كانت ممكن تكلف النادي الأهل كتير جدا وبما إن النادي الأهل راح يلعب التراج التونسي فحزاري كل الحزر من الهدايا المجانية اللي لعبت النادي الأهلي خصوصا رامي ربيعة إدها المزيمبي في الماتش في لقطة مهمة جدا أو لقطتين مهمين جدا معلش يا كريم أنا متفاهم جدا إن في تفاصيل صغيرة والكرة تفاصيل بس تفاصيل دي كانت مهمة جدا يلا بيه تعالنا بتفرج على الكرة دي دي في الديئة 56 كم لعد من النادي الأهلي ضغط على لعب بتاع مزيمبي اللي عليه العلمة الحمرة دي رامي ربيعة مع لعب من مزيمبي بعد كده أكرم توفيه وحمد نبيل كوكا ومحمد هاني الفريم بقى اللي بعده أدي هو الراجل ظهروا للجن ووشوا للخط ما فيش أي نوع من أنواع إنه ممكن يعمل أي حاجة رامي ربيعة ضغط 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 أنا والله يا كريم عبو فراجة ما عطش أقوله من غير فاول من غير فاول من غير فاول من غير فاول أدي فاول حصل فاول يرجع بقى الفريم الأولاني خلص الفريم الأول أول حتة فيها خلص اللي فيها الدوائر بص على شكل بتاع مازين بيعمل إزاي وشكل عبت النادي اللي عامل إزاي تعال بقى نروح للصورة اللي بعد الفاول أنت بتقدم له حل هنا في الحل بص بقى الكريم عامل إيه الفريم اللي بعده بص بقى أم حصل فاول هدي الفاول اللي جي منه الهدف اللي ألغي على النادي الأهلي هدي غلطة ممكن تكلفك كتير جدا وفي تونس محد شرحه مكدر أقول دايما الفرق الكبيرة تبقى بخيلة جدا في الكرات السابقة إنت بتديله إنت بتديله أفضلية النوية تعال نشوف الكرة ده الهدف اللي جي وهو الغلاء ده تعال باششوف الكرة التانية نفس الكرة برضو مازين بيعلق كرة مفيش أي شكل من خطورة المازين بيغير من الكرة السابقة نكمل الكرة اللي بعدها هنا الكرة نطط رامي ربيعة هنا أنا بمنتقى البساطة ممكن أطلع بدماغي وأنا سابق أطلع الكرة في الأوت رامي ربيعة عمل رزق غريب جدا نكمل الكرة اللي بعدها أما الراجل طلع شايد برجله ونزل برجله على الراجل وكام ممكن يبقى فيها بأربية جزاء طب الكرة دي طلقت كورنر تعال نشوف الكورنر جي منه يا كريم نكمل بقى بص هنا هو كام ممكن يطلع بدماغي وطلعها في الأوت أما طلع ونزل على الراجل وممكن حاجات زي كده بتحصل حاجة ما يقولك حسابها أصل الالتحام وكام ده كله أول ما الكرة طلقت كورنر أدي الكورنر اللي تلعب اللي مين اللي شاله يا كريم أقرب توفيق كل ده في خمس دقائق فأقول الشوت التاني فانت هنا بتتكلم نادي قال لك متعالي صفر صفر لو الأمور كانت واحد صفر واحدة من الكورتين دول كان موضوع بعض يعرف ليه بقى يا كريم السنة اللي فاتت الوداد كل مصر قبل المبارد بتقولك إيه بلاش النادي الأقل يعمل فاولات في طرف الملعب عشان ريحي عطيت الله اللي أوفرات اللي بيعملها وعلي معلول عمل فاول فأول تلتساع واللي جي منه هدف الوداد فحزاري كل حزر من الهدايا المجانية اللي انت ممكن فريق مش قادر يوصلك فانت بالتالي بتديله بس كرة سابتة أحيانا انت بتبقى مجبر يعني العيب مثلا روغك وحييبقى حاجة خطر أنا معاك الفاولات جزء طبعا طبعا بس اللي هو محمود بيقوله ده مهم جدا ما تبقاش انت كريم في إعطاء الفاولات وخصوصا لو راكب الجيم في حيانا لو انت اللي بتدافع ماشي اعمل مخالفة بدل فكرك بحاجة سريعة مطش مصر والأرجوية الجن يدخل في مصر الفاول محمد عبدالشافي الراجل بتاع الأرجوية مدي دهره للجن ووشه للخط محمد عبدالشافي خبط الراجل حصل فاول اللي جي منه جن بتاع الأرجوية وانت طول المطش عمال بتاعفر فده لنا بكلمك تفاصيل صغيرة في النهائيات مع فرق شمال أفريقيا لازم عارف وهو لازم التفاصيل الصغيرة دي الروم الربيع هو أعلى تقييم في الأهلي في المباراتين يعني التقييم في المبارات الزيال ومبارات العودة وعمل مباراتين جايدين جايداتين جدا بس ايدي تقول نقطة مهمة جدا انه ممكن شغلك وتعبك في المبارات كله يروح بغلطة زي دي بغلطة بسيطة جدا تخلصتك الحكاية خالص عايز تقول حاجة على علي معلول آخر حاجة علي معلول أسطورة أهلوية لعيب يعني كنا محظوظين ان علي معلول جي لعب في مصر قصة كلها وإيه اللي بيفرق علي معلول عن أي حد في القارة كلها ان علي معلول لعيب زكي وعمره ما بيطلع الكرة من رجله من غير ما بيرفع عينه تعال نشوف بعض لقطات في مبارات النادي للراجل على طول هنا دي لقطة الكرة بتاعة عمر السلال اللي تصدت أول ما أكرم توفيق هيلعب الكرة لعلي معلول علي معلول أول ما استلم الكرة لازم لازم على طول أهو هنا بس الكادر القريب هيبينها الراجل أنباصس أول ما بص لقى من رفع إيده عمر السلال هيبقى لعب الكرة لعمر السلال قبلها كان عمر السلال رفع إيده بص بقى من الزاوية القريبة الفريم اللي بعده على طول هتلاقي بص علي معلول استلم الكرة الفريم اللي بعده رفع عين لازم يرفع عينه نكمل بقى الكرة اللي بعدها نعم رفع الأوفر لعمر السولية لا هو الوحيد ده أنا جايب لك لقطة في آخر الفيديو برضو مهمة جدا نفس الكلام هنا ده الهدف أول معالي معلول استلم وشه للأرض أول ما هيستلم الكرة نكمل الفريم وإحنا بنتكلم أول معالي معلول هيستلم الكرة لازم على طوق أهو عمل اللي سكان عشان أبقى عارف أنا بلعب الكرة فين وهو ده اللي مخليه أكتر واحد عمل أستاذ في المدد طبعا لا وسام كده وسام مدد إيدو وسام مدد إيدو ولعب هالي على البعيدة وطلعه بعد المطش قال أنه هو كان متفق معالي معلول أنت لعب للكرة خلاص في ظهر المدافع أدي الأوفر اللي اتعامل من علي معلول وسام أبو علي طلحها برضو جايب لك كدر قرأي بيوريك القيمة بتاعتنا طبعا البسطة أمام عشور أول ما استلم لازم يبص يا كريم طب هو علي معلول بيعمل الكلام ده من دلوقتي علي معلول بيعمل الكلام ده جماعة من زمان أوي 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 جابها أجاي إيه نفس الكلام علي معلول كان عالطار فيليمين خلو استلم الكرة قبل الفريم اللي قبله بص الفريم اللي قبله قبل ما يقوا بص أم على طول الفريم اللي بعده أم هيرفع الأوفر لمين لجونيور أجاي هنا الزبط هنا بزي ما بقولك استلم الكرة بص مرافع كرة لجونيور أجايو جاب جون الجون ده في 2017 الرجل ده عنده زكاء أنا ما شفتوش بصراحة بكات ليفت كتيرة جدا وعلي معلول بجد بعد ما يبطل كرة جماهير النادي الأهلي هتحس بفراغ مش طبيعي لأنه بجد العيب ممتع محمود شرفت ونورت شكرا يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيرا خليفة شرفت ونورت وبشكرك شكرا جزيرا دينا حلقات تانية بعد كينا نتكلم على الزمالك ونهض البركان وإن شاء الله الأهلي والترجل إن شاء الله نهاية دولة طرف ركرة ونهاية الكون فيدرالية عموماً ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ألف مليون مبروك لنادي الزمالك شرفتونا نهاية حليتنا النهاردة أشككم يا رب على قلب خير اشتركوا في القناة